ظهر الأهل اليوم بطلاً عظيماً أمام منافس هو الأفضل في كرة القدم العالمية على مر التاريخ الخسارة بربعية كانت غير مستحقة للنادي الأهلي اللي عمل مباراة كبيرة جداً يكفي إن أقولك إن الأهلي يوصل لمرمى ريال مدريد اليوم بخمستاشر كورة رقم يمكن أكبر أندية العالم ما يعرفوش يعملوه قدام الريال مباراة ممكن يبني عليها الأهل كتير الفترة اللي جاية وخسارة ما يقفش عندها كتير وهو قوة بيسعى للميداليا الرابعة في تاريخه في المنديال أمام فلمينجو البرازيلي الأهلي النهاردة منح هدية للهلال وقال له إلعب مع الريال ند ند وما تقلقش وإن شاء الله نفرح بالهلال أول بطل عربي للمنديال يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بصوا من الآخر اللي ما شفش المباراة النهاردة مباراة الأهل وريال مدريد ما يتكلمش عنها ما يبصش للنتيجة ما يقولش ده الأهلي خسر أربعة واحد ما حدش يقولي أن الأهلي عمل مباراة كبيرة النهاردة بس هو إحقاقا للحق النهاردة النادي الأهلي عمل مباراة تاريخية قدام ريال مدريد تاريخية هتقولي إزاي ده خسر أربعة هقولك يا سيدي ماهو دي فرق القدرات والإمكانيات ماهو دي فرق الاحتكاكات ريال مدريد لما بيوصل للجول بيسجل الأهلي عشان يسجل محتاج أكتر من كورة عشان يسجل ده بيحصل في الدور المصري حتى مش قدام ريال مدريد فالأهلي النهاردة وصل لمنطقة ريال مدريد بفرص خمستاشر كورة خمستاشر كورة لو كان عندي وقت بعد نهاية المباراة كنت هشوف أي منتخب مصري أو عربي أو فريق كبير لعب قدام منتخب كبير عالمي أوروبي أو فريق أوروبي عالمي وعمل هذه الفرص الكثيرة قدامه أعتقد وأتصور أن ما فيش فريق أو منتخب مصري أو عربي لعب قدام فريق أوروبي وعالمي أو منتخب وعمل هذا الكم من الفرص بس هي شوية أخطاء وتفاصيل بسيطة وقدام ريال مدريد أعظم فريق في العالم لما باريس سان جرمان بيغلط بيتعاقب لما منشستر سيتي بيغلط بيتعاقب لما ليفربول بيغلط بيتعاقب ده ريال مدريد ما بيهزروش قدام الجول أوصل للجول هسجل هدف بطبيعة الحال كان الأهلي هيخسر النهاردة دل على الورق وده المنطق بس الأهلي النهاردة عمل مباراة رائعة أنت متخيل فريق مصري قدام ريال مدريد متأخر بهدفين وتوقيت الأهداف كان توقيت صعب جدا هدف في نهاية الشوت الأول وهدف في نهاية الشوت الثاني يحبطه أي منافس بداية الشوت الثاني يعني آخر الشوت الأول وبداية الشوت الثاني يحبطه أي منافس أي منافس علامي وكبير الأهلي لم يحبط ضربة جزاء وسجل منها هدف الربع يساعة بعد الهدف الأول للنادي الأهلي دون مبلغة الأهلي كان يقدر يسجل التاني وكان يقدر يسجل التالت كمان توفيق وفرق إمكانيات وحظ فاكرين مطش مصر والبرازيل في كاس الكرات مصر عملت مباراة رائعة قدام البرازيل أنا شبهت المباراة دي بمباراة مصر والبرازيل الشوط التاني تحول منتخب مصر الشوط الأول ما كانش جايد المنتخب المصري الشوط التاني تحول تحول تام وخبرات وفرق إكوالتي برازيل كسبت في النهاية 4-3 حاجات بسيطة أخطاء بسيطة الاحتكاكات اللي زي دي هي اللي بتعرفك انت واقف فين بصراحة شديدة أنا النهار ده فخور بالنادي الأهلي فخور باللعب الكرة المصرية النهار ده كنا ند النهار ده بالمناسبة انت وقفت توني كروز وقفت مودريتش وقفت فينيسيوس في كرات كتيرة بس برضو عدى في كرات مش قليلة بس عشان ده فينيسيوس بلفيردي في الجون اللي بيسجله لاعبت إيه لجماعة خبرات وإمكانيات مش طبعية هنعمل ليه في دي بقى ما وهتيجي هنا انت النهار ده لعبت النادي الأهلي قدت أضعاف أضعاف قدرتها بس انت دوست بنزين على الآخر على الآخر مش تدوست تعمل أكتر من كده ريال مدريد هو مش محتاج يدوس قوي بنزين للآخر وإن كان الريال عانى النهار ده وديك الدليل قال له أنشروت الموديل الفني الكبير ده وقف على الخط طوال المباراة مش عارف يعمل تغييرات خايف ينزل اللعيبة إلا أقل من اللعيبة اللي في الملعب خايف تغييراته كانت شحيحة جدا الموضوع صعب الأهلي كان صعب أنشروت بيسرخ بره على الخط لعيبة الريال مدريد كان متوترة وكان فيه أخطاء كبابينجا النهار ده كان عنده أخطاء كثيرة نيفيد ألبا كان عنده أخطاء صحيح مودريتش النهار ده ما كانش في أعظم مستوى ليه بس هو مودريتش يعني لو بـ 50% من المستوى كله لمسة من رجله خطيرة مودريتش يعني وضيع ضرب الجزاء مش ضيعة تصدى لها محمد الشناء والبراء وعظمة كالعادة بصراحة يا جماعة النهار ده الواحد لو زعلان زعلان عن نتيجة اللي هي مش معبرة عن اللي حصل في المباراة بس فخور ومبسوط جدا بالنادي الأهلي ومن الآخر كده وأنا قلت لكم الكلام ده من المبارح وهو المبارح يكفي يكفي إن النادي الأهلي وصلنا للمرحلة دي مرحلة إن إحنا نتحدث عن مباراة بينه وبين أعظم فريق في الكون ريال مدريد مباراة رسمية مفيش بعد كده شرف ومفيش بعد كده حاجة ترفع الراس حاجة كلها فخر فالنهار ده أنا متفهم وعارف زعل جماهيل النادي الأهلي بس زعلهم بإحساسهم إنه هم كانوا قريبين شوف يا أخي النهار ده الأهلي خسر من الريال أربعة ومن سنتين خسر من باير ميونيخ اتنين بس بس الأهلي لعب النهار ده مباراة أفضل كثيراً 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 من المباراة اللعبة قدام باير ميونيخ النهار ده الأهلي بيطلع بالكورة كويس بيباصي الكورة بيرقصوا اللعبين بياخدوا اللعبة وبيجروا بيعملوا عرضيات على الأرض وعرضيات في الهوى بيصوبوا من برة بيلعبوا قدام ريال مدريد وبيعملوا كل حاجة في الكورة فيه لعبة بصراحة النهار ده كانوا امتيازوا فيه لعبة كانوا جيدين وفيه لعبة كان ممكن يقدموا أحسن يعني بصراحة النهار ده محمد هاني ومحمد عبد المنهم كانوا إبهار منعم تحديداً كوالة لعب أوروبي واصق وثابت وما بيخافش وبيطلع بالكورة بشكل سليم محمد هاني النهار ده بصراحة فوق العادة مستوى فوق العادة كمان حيثين الشاحات كان يعني بينزل وبيطلع يعني كان بيقدم مصرع جداً في المباراة وساعات بيقدم مستوى مش جيد أحمد عبدالقادر شوط أول عمل شوط أول جيد حمدي فتح الفترة اللي عبها كان جيد جداً علي معلول كان جيد شناوي طبعاً كان رائع حتى محمود متولي رغم خطائين في المباراة بس في المجمل عمل مباراة محترمة النهار ده الآهلي كان حلوة جماعة مش قادر أقول الآهلي كان وحش النهار ده يعني مش قادر أقول إنه كان ينفع يتعمل أحسن من كده آه طبعاً فرصة أفشة وبالمناسبة فرصة أفشة لضاعة دي الناس النهار ده نشايفها على السوشيال ميديا بعد المباراة حرم عليك انت بتضيع كرة زي دي ليه ازاي وازاي لا عادي بتضيع يا جماعة كرة طار محمد طار اللي تقال لك فيها لونين اللي بالراس هي كور بتضيع ولقى اللي بيضيع بس كان بيسجل بس هاي الفكرة اللي كنت بوله مبارح إنه قدام الريال الفرصة اللي تجيلك هاتها على قد ما تقدر بس ما هي مش كده هي مش بزرار هي فيها توفيق وفيها يعني تركيز في اللحظة دي ضاعة فرصة أفشة ضاعة فرصة طاهر وضاعة فرصة كهرباء ضاعة فرص فرص النهاردة ضاعت من الأهل بس أصلا فكرة إنك تقول إن فيه فرص للأهل النهاردة قدام ريال مديد في حد ذاتها إنجاز وأداء رائع من الأهل انك تقدر توصل للمنطقة دي مع ريال مديد ده أنا مبارح عمال أقول هل تيب كورتوة غيابها هيقص على ريال مديد وهلأ عشان كنت بفكر هو الأهل هيعرف يوصل لمرمر ريال مديد كتير وهلأ أصلا يعني مش هيفر بقى تيب كورتوة أو غيره بس الأهل لأ النهاردة وصل كتير وصل كتير يعني لو نص الفرص النهاردة اللي جات للنادي الأهلي تم تسجيلها كاية الأمور هتروح في سكة تانية خالص بس مرة أخرى حقيقي يعني هارض لك للنادي الأهلي هارض لك للنادي الأهلي ولازم لازم أشيد بكل منظومة النادي الأهلي مش لازم يعني كانش أشيد لو كسبوا لو خسروا أقول لا دول كلهم مش كويسين إدارة النادي الأهلي اللي جاب الجهاز فني محترم عامة التداميات كويسة تحديدا في الشتاء مش في صفقات السيف مدرب محترم جدا أنا يعني مبهور بمارسل كولر إيه الشخصية دي إيه السبات ده إيه الإقناع ده إذا يقنق لعبة النادي الأهلي إن هم ما ينزلوا المباراة ما يش خايفين إلعب ملعبش النهاردة المباراة كل لها تحت الكورة كنتم تصور إنه الأهلي النهاردة هيتكهكر جنب الشناوي يوقفوا ويقفلوا وخلاص لأ لعب كورة لعب كورة حلوة وده اللي دايما كنا بنقوله وبالمناسبة يعني الشيء بالشيء يسكر يعني النتائج الكبيرة اللي زي دي قدام فرق كبيرة سببها إنك بتلعب معهم كورة فكين لما كنت بقولك قبل كده أيام كارلوس كيروش وهكتور كوبر ومدربين كتير كانوا بلعبوا حتى موسماني في مباراة باير ميونيخ وكان علينا تقاضيات موسماني في مماطش باير ميونيخ وكيروش كان علينا تقاضيات في مباراة السنغال وكوبر كان علينا تقاضيات دائما في كاس العالم لما لعبنا في مدرب يقولك إيه لا يا عم أنا هفضل مدافع التسعين دقيقة وخلص المباراة خسران جول أو اتنين وسلامه عليكم في مدرب تاني يقولك لا أنا هبقى جريء وهلعب كورة وهلعب وأنا نصيبي يا إما أعمل مباراة كبيرة جدا وسجل وأكسب يا إما أخسر بنتيجة هتبقى أكبر من النتيجة اللي كانت ممكن تحصل لو بدافع طول المباراة بس في الحالتين بتخسر أنا بحب المدرب أو مش بحب المدرب أنا اللي تنب بالنسبة لي على فكرة بالمناسبة باحترم الفكرين يعني بس عايز الناس تبقى فاهمة ده أو المشجع يبقى فاهم ده هتلعب مباراة مبتوحة قدامه نافز زي ريال مدريد زي زي فأنت غالبا ممكن تستقبل أهداف كتير وممكن برضو تسجل كتير هتلعب مباراة قدام الفرق دايات ودفعت غالبا هتخسر برضو بس النتيجة قليلة فعشان كده بقول لجمعين النادي الأهلي النهاردة ما تبصش للنتيجة بص لأداء النادي الأهلي أداء فعلا مشرف كل اللعبين كانوا رعاين نهاردة الهدف الأول لريال مدريد سجله في نيسيوس جونيور في ديئة 42 وبعد كده فالفردي سجل هدف التاني في ديئة الأولى من الشوت التاني علي معلول بعد كده دايق الفارق في ديئة 65 من راكلة جزاء ورودريجو سجل الهدف التالت في ديئة 92 واريباس سجل الهدف الرابع في ديئة 98 خلاص يا كانت المباراة خلست يعني انت بتخيل 91 ديئة قبل الهدف التالت اللي هي ريال مدريد لأهلي عمل مباراة كبيرة 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 ورائعة قدام ريال مدريد بصراحة يعني وشكده مرسل كلب بعد الخسارة من ريال مدريد في تصريحاته قال انهو عنده إحباط شديد بسبب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي المنديال وقال ان الفريق كان بيتطلع للنتيجة أو للنتيجة أفضل خلال المباراة وقال ان الاهلي بدأ المباراة بشكل جيد لكنه لم يستغل بعض الفرص اللي لاحظ تاليه وتحلى الفريق بالشجاعة بعد اهتزاز مربعه بالهدف الأول وقال ان الفريق تحسن بشكل كبير وهيكون أفضل في المستقبل وقال انهو بيتولى المسئولية منذ عدة أشهر ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق بالمناسبة مارس كولر يعني تقريبا هو كان جاي في شهر التسعة يعني تقريبا بقاله خمس شهور وشوية أداء النادي الأهلي تغير مية وتمين درجة مع مارس كولر وانت متخيل ان مارس كولر مع فترة أكبر مع النادي الأهلي الأداء هيب عامل ازاي تكلم على المستوى الفردي للعابين تطور على المستوى الجماعي تطور على المستوى الدفاعي تطور الفريق على المستوى الهجومي تطور راجل بيخسر أول مباراة من 22 أو 23 مباراة لعبهم مع النادي الأهلي أول مباراة يخسرها النهاردة لما يخسر يخسر من مين يخسر من ريال مدريد ضرب كبير جدا بصراحة طيب علي معلول كمان بعد المباراة قال تصريحات مهمة قال كنا نريد الفوز اليوم لكننا كنا على علم بمواجهة أقوى فريق في أوروبا قدمنا مواجهة قواية أمام الريال ودفعنا ضريبة عدم تسجيل الفرص اللي أتيحت لنا واجهنا إرهاق كبير قبل مواجهة ريال مدريد لكننا سنبذل أقصى ما لدينا أمام فلمينجو لأحراز الميداليا البرونزية إن شاء الله النادي الأهلي يعملها محمد هاني كمان بعد المباراة في تصريحاته قال النتيجة ليست أفضل شيء كنا نتمنى الفوز والتآهل للنهاية للمرة الأولى في تاريخنا لكن لم يكن هناك تقصير فالجميع قد ما عليه وحاولنا حتى النهاية والحمد لله على كل شيء النتيجة صحيح ليست جيدة ولكننا سنغلق صفحة مباراة ريال مدريد وهنركز على المواجهة المقبلة أمام فلمينجو والفوز بالميداليا البرونزية مثل آخر نسختين لمونديال الأندية واحد من لعيبة اللي كانت رائعة اليوم في مباراة ريال مدريد هو حسين الشحات ومحمد الشناوي بصراح حسين الشحات أتعالى أقول لكم أرقام النهاردة في المباراة عمل أرقام عظيمة جدا طيب يلا بينا حسين الشحات لعب خمسة وسبعين دقيقة لمس الكورة واحد وستين مرة تمريراته تلاتة وعشرين صحيحة من أربعين تمريرة المعدل ده زاد أو تحسن في الشوت التاني شوط الأول ما كانتش المعدل جيد صناعة الفرص تلاتة وسدد أربع كرات أمام مرمى ريال مدريد أرقام هيلة جدا أرقام هيلة جدا شناوي كمان عمل مباراة رائعة جدا تصدى لسبع كرات تصدى لرقل جزاء من مين من لوكا مودريش أفضل لعب في العالم شتت الكرة أربع مرات تمريراته سعية ساعتاشر من خمسة وعشرين تمريراته الطولية ستة صحة من تسعة عمل مباراة كبيرة طيب الأهلي قدام فلمينجو محتاج حاجتين مهمين جدا أول حاجة أنه مرس الكولر يعمل شغل معناوي ونفسي كبير جدا للعيبي النادي الأهلي خسارة اليوم أمام ريال مدريد زي ما قلت لكم هذه الخسارة كبيرة هي اللي مش مستحق الخسارة طبيعي منطقي طب مفهوم إنه ريال مدريد ممكن يكسب الأهلي بس الخسارة الكبيرة هي اللي مش مستحقة فمحتاج يشتغل معناوين كتير مع لعبي النادي الاهلي محتاج كمان يقول لهم ان الميداليا البرونزية الرابعة في تاريخ النادي حاجة مهمة ما يتعاملوش معاها النهية ما احنا عملناها قبل كده فمش مشكلة لا يركزوا يلعبوا قدام فلمانجو مباراة كبيرة ويفوزوا بميداليا رابعة في تاريخهم في المونديال حاجة كمان مهمة جدا وهي التجهيز البدني للمواجهة يعني الاهلي اكتر فريق في الدور النهائي لعب مباراة سواء في المباراة نهية او نصف او تالت ورابع لعب مباراة عشان لعب مباراة اولى تمهدية امام اوكلاند سيتي فبدنيا الاهلي بالتأكيد هيبقى مرهق جدا محتاج كمان يدخل عناصر جديدة ما شاركتش في المباراة الماضية في هذه المواجهة مرسل كرة اتصور هيعمل كده عشان يضمن حالة بدنية جيدة قدام فلمانجو البرازيلي طيب تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الاندية البرازيليا في كأس العالم الاندية فيها خسائر وفيها ايضا انتسارات يلا بنا النادي الاهلي مع الاندية البرازيليا في كأس العالم الاندية في اربع مواجهات خلال فترة من 2006 وحتى 2022 المواجهة الاولى كانت في نصف نهائي مندياي الاندية باليابان امام انترنسيونالي وخسر الاهلي بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الاهلي وقتها امادو بلافيو المواجهة الثانية كانت امام في نصف نهائي البطولة عام 2012 باليابان وخسر الاهلي بهدف دون رد المواجهة الثالثة كانت امام بالمراس في مبارات تحديد المركز السياس ببطولة عام 2020 وانتهب بالتعادل وفاز النادي الاهلي برقلات الترجيح 3-2 المواجهة الرابعة كانت امام بالمراس ايضا في نصف النهائي من نسخة المداري البطولة التي اقيمت في الامارات وخسر الاهلي بهدفين دون رد نروح ليه باولو كامبوس لسه مجهز معنا طيب بعد شوية معنا باولو كامبوس الموديل الفني البرازيلي الاصبك لنادي ريال مدريدي واللينا رأيه فيه مبارات اليوم من المنسبة يعني ريال مدريد عنده مواجهة في منتهى الصعوبة في نهاية كأس العام الانداء امام الهلال وزي ما قلت في المقدمة النهاردة النادي الاهلي ادى هداية له الهلال هداية معنوية انه تجرق على الريال عادي اتجرق على الريال والهلال عنده عناصر مميزة جدا عنده عناصر اجانب لعبه ومباريات اوروبية كبيرة هيبقى عندهم السقة وعندهم القدرة انه هما يقدروا ان شاء الله باذن الله باذن الله يكسبوا ريال مدريد في النهاية ويبقى اول فريق عربي في التاريخ بيفوز بكأس العالم للانداء في رأيي المواجهة في المتناول بالنسبة للهلال هتقولي ايه في المتناول الهلال افضل من الريال لا طبعا الريال افضل من الهلال بس الهلال طموح وحماس وعناصر وقدرات تخليه يلعب مباراة كبيرة قدام الريال ويقدر يكسب يقدر يكسب مش بقول ان المواجهة 50-50 دائما وابدا الريال قدام اي منافس في العالم له افضلية من نسبة بس النسبة دي بعد مباراة الاهلي النهاردة حسيت انها مش نسبة كبيرة مش فارج مش فارج كبير في الامكانيات او مش فارج كبير في الحالة بالنسبة للريال والهلال ان شاء الله بإذن الله لذال السعودي يعملها ويفوز بكأس العالم للاندريا طيب دي جزئية جزئية التانية زي ما قلت لحضراتكم مواجهة فلمينكو البرازيلي محتاجة اسرار وحماس من لعب النادي الاهلي الجيل ده مع المدرب ده يستحقكو على الاقل على الاقل ميداليا برونزية مع نهاية هذا او هذه البطولة وبطولة كأس العالم الاداية تركيز كبير ونقدر ان شاء الله بإذن الله نعملها واحنا قادرين ان احنا نعملها بأداء مميز ورائع ومحترم عجمني كمان بالمناسبة ولازم اشيد جدا بالجماهير المغربية اللي سندت الاهلي النهار ده في مواجهة ريال مدريد بحب الجماهير المغربية جدا بحب حبهم للفرق المصرية والمنتخبات المصرية حب مش طبيعي نهار ده كان مشجعي النادي الاهلي في المدرجات رغم ان كان فيه مشجعين لريال مدريد في المدرجات وبرضه كان هتفاتهم بتطلع مع الاهداف بس كنا سمعين تشجيع طول الوقت من جماهير النادي الاهلي المغربة اللي كانوا بيشجعوا وبيسندوا ووقفين جنب الفريق بشكل رائع جدا وبشكل محترم جدا حلسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكبات الكبار كابتن هاني العجيزي كابتن أحمد السيد نتحدث معه معا مباراة اليوم خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني منورني في هذه الفقرة الكبات الكبار كابتن أحمد السيد كابتن هاني العجيزي للحديث عن مواجهة اليوم التاريخية بين الأهلي وريال مدريد كابتن أحمد مشرف ومنورك العجيزي كابتن هاني سعيد جدا أنا أشوفك الأول أنا أول مرة بي موجود معاك وأنا سعيد إن أنا موجود معاك وطبعا يعني مفاجأ بالنسبة لي كابتن أحمد السيد يعني مش شخصيات العزيز علي صراحة كده كنت بترقاسه في التمرين ولا كان بياخل مني وأي حد كان بيرقاسه أصلا أي حد بأول واحدة خبطة أول واحدة خبطة بسرعة ما كان بيقرب مني بأمانة والله أعرف لو أكلمتي قرب بيترقب مني بس مش حسين نفسك ما تقولي مرة تقولي كده وبحيس يعني كنت مترقاس خبتن أحمد أي حد كان يجي أي حد كان يجي جديد لازم كنت إيه أه هتديلي واحدة أول مجرح بديلي واحدة خلاص هو فهم بقى خلاص فيقلق يقلق عاطم يقولك آه فيش الكلام ده ده فيش إنه أكل عيشه كان بيضرب بس آه ده أكل عيش لكن أول حاجات اللي على الأرض والكلام واحد على واحد كان بيتهان يعني بصرش ما نكونش بقش نكمل الحلقة معا يعني ربش عايز ألعب بور الشيطان دلوقت يعني كنت أحمل النهاردة لأهلي الأول كده فكرة إنك تلعب مع ريال مدريد مباراة رسمية في كاس العالم الأندية دي حاجة حلوة وحاجة شرف وحاجة فخر كبير جدا لأهلي النهاردة عمل مباراة كان فيها ندية مع ريال مدريد فرق القدرات والإمكانيات في الآخر حسمت الأمور بس شفت المباراة زي النهاردة طبعا هو يعني مصر كلاك بتتمنى أن ندية الأهلي يعمل نتيجة كويسة خصوصا أنت تكسب ريال مدريد وتوصل نهائي دي حتب حاجة كويسة بالنسبة لك لكن طبعا فيه فروق فردية كتير طبعا في اللعب زي أخطاء فردية حصلت في اللعب في المباراة هي اللي أدت لها النتيجة دي ريال مدريد منفاش تلعب معا أنت فتح الملعب أنت لو كنت مقاف في الكويس بس بعدين فتحت الملعب هجوميا خسران خسران بس برضو منفاش فتح الملعب منتلعب على الفرصة تلعب أنت ممكن تتعادل لكن أنت فتح الملعب بطريقة غريبة مفيش ضغط على نص ملعب فلس خصوصا على مودريدش بيلعب براحته رودريجو وفينيسيوس بيستلموا ما بين الخطوط ما بين نص الملعب وما بين الدفاع ودي لك هتعمل المشكلة شوف كل اللجوان هتلاقي كل اللجوان وحد بيستلم وماحدش بيرقب فدي طبعا فريق جدا ما هو بس كابتالي أحمد ما هو أكلمت بسرعة حوارضه لو كنا قفلنا النهاردة ولعبنا مباراة احت الكورة وقفلنا كنا هنطلع نقول لا ما كانش مفوض تبقى خايف أو كده من الريال وكتفتح اللعب شوية ولعب معهم يا كده يا كده ما أنت في الحالتين هتستقبل ما أنت اللعب الفرقة اللي بتلعبها فرقة هجومين كويس وعندها سرعات ما الفرقة شتفتح الملعب ما أنت حاسب الفرقة اللي قدامك لو الفرقة كانت ما عندها السرعات قدامه كتفتح الملعب لكن هم كل اللعب بتاعهم بيعتمد على فينيسيوس فكل كورة كل كورة واخدها هو راح واحد على واحد رودريجو بينزل استلم ما حدش بينزل معاه بالدفاع حاجة غريبة جدا في الهداف كلها خصوصا الجون التاني الدفاع كله بصص على الكورة الأولى بالنسبة للمدافع يقفل العمق بتاعه وميفتحش مش الطرف اللي اتنين بصين على الطرف ويسابين العمق رودريجو استلم سهل جدا وعدة فدي طبعا كانت أخطاء صعبة جدا طبعا في ادفاع الأهل طيب كابتن هاني النهاردة المواجهة كنت شايف أنه كان يحصل أفضل من كده من النادي الأهلي أنا أول حاجة بس عايز أتكلم فيها كريم أنا أريد أن أشكر لعيبة النادي الأهلي أن هما وصلون يعني خلونا نوصل أن أنت بتلاعي بأحسن فرقة في العالم وقاديين منحلل وبالزبط وبتحلل الفرقة وبتقول أن إحنا لأ إحنا زعلانين أن إحنا نخسر بالشكل ده من النادي المدريد فدي حاجة يعني دي حاجة إنجاز صح يعني اللعيبة صراحة النهاردة عملوا لي عليهم ما فيش حد أثر شغد النظر عن الفرص اللي ضايعة فرص ضايعة يعني كتير جدا أكتر من ثم فرص وفيهم حوالي خمس أو ست فرص محققين أنت تحرز منهم أهداف أهداف كمان معكدة النهاردة اللعيبة عمل الجيم هايل بصراحة ما فيش حد أثر كان فيه سوق توفيق النهاردة عند محمود متولي عدم تأدير الكورة وجوني التاني نفس الكلام برضو عدم تمركز من عبد المنعم مع أنه أدى أداء رجولي النهاردة فيه لعيبة ما كانتش في حاليتها برضو بالنسبة للخط الهجومي وفيه حاجات هنتكلم فيها طبعا أكيد بداية التشكيل إزاي وأن الرجل النهاردة إزاي أنه هو بقاله فترة بيلعب بتلاتة لتكازف في نصف الملعب والنهاردة غيرت الطريقة وإنت بتلعب وصد فرقة كبيرة زي رايل مدريد يعني إسكان رايل مدريد بيلعب بتلاتة في نصف الملعب أنت النهاردة بتلعب باثنين وأفشى كلنا عارفين أن أدوار الدفعية بتبقى مش زي حمد فتحي يعني أنت النهاردة جذفت لماتش اللي فاتت آه أنت عملت جيم كويس وعملت مقاراة كبيرة لكن النهاردة كان لازم بقى فيه تحافظ أكتر من كده نروح لبرازيلي باولو كامبوس المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد نسأله عن رأيه في مباراة اليوم يا فندم سواح الخير مشرف ومنور في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري نعم أهلا وسهلا بك أشكرك كثيرا وكل شرف لي لتوجودين معكم اليوم رأيكي بداية في مباراة اليوم بين ريال مدريد والنادي الآلي في نصف نهاية كأس العام في الحقيقة مسألة للمباراة موقفين مختلفين شاهدت مباراة الهلال وفلامينغو وأيضا كذلك مباراة القليل من مباراة الأهلي وريال مدريد أعتقد أن الأهلي يقدم أداءا جيدا ولكن عكزنتها الأم في المقام أعتقد أن الأهلي بدأ المباراة جيدا ولكن ساهم كذلك هدف فينيشيوس في رفع الروح المعنوية للعيب مدريد ولكن في اعتقد أن الأهلي قام بمباراة جيدة للغاية في الخمس دقائق الأولى من كل الشوطين كان يلاحظ أداء الأهلي الجيد ولكن كما نعلم الأهدف الأولى لها تأثير معنوي كبير على اللاعبين ولكن بالنسبة لي هذه النتيجة لا تعبر عن الأداء الذي قام به الأهلي أيضا لعب الحظ دورا كبيرا وكذلك المعنويات النتيجة لا تغير من حقيقة أن الأهلي أيضا يعد من الفرق الأقوى تنفسية على هذه البطولة وقدم أداء منتز هل تفاجعت بأداء الأهلي اليوم ولا كان هذا الأداء متوقع من الناجي الأهلي أمام ريال مدريد كما؟ لا تفاجأ لا تفاجأ لا تفاجأ لا تفاجأ أمام ريال مدريد أمام ريال مدريد أمام ريال مدريد في العشرين دقيقة الأولى ولكن مع مرور الوقت بالرغم من الأداء الجيد للأهلي كانت هذه النتيجة المواجهة القادمة للريال مدريد هتكون أمام الهلال السعودي كيف تنزل لهذه المواجهة في نهاية كأس العام الأندية؟ أمام ريال مدريد الفرق بين الفرق ليست كبيرة أيضا كذلك الفرق بين فلمينجو والريال مدريد أعتقد أن كل الفرقين متقاربين ولكن التحضر للمباريات يلعب دورهام في إحراز النتائج التشوق لمشاهدة مباراة الهلال مع ريال مدريد لنتذكر جميعا أداء منتخب السعودية أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخير الهلال أحرز فوز جيد أمام الوداد وكذلك أمام فلمينجو وهذه المباراة أتشوق لرؤيتها كثيرا وربما يفوز الهلال هل ربما يفوز النادي الأعلى على فلمينجو في مباراة التالت والرابع أيضا؟ لعل مباراة الميدالية البرونزية بين فلمينجو والأهلي في اعتقادي معنويات فلمينجو ليست بالجيدة بعد الهزيمة من الهلال وأعتقد أنها ستكون مباراة شيقة جدا الأهلي إذا لعب نفس الأداء أمام فلمينجو ربما نشاهد مباراة رائعة ذات نتيجة مختلفة وبالطبع الهدف الرئيسي لكل الفريقين سيكون الفوز وسنرى تنافس شرس البرازيلي باولو كامبوس المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة شرفت ونورت نرجع ثاني للكباتن الكبار كابتن أحمد السيد وكابتن هاني العجيزي تحديدا شنائية خط الدفاع النهاردة محمود متولي ومحمد عبد الماني بكراريك فيها كابتن أحمد أول المطشو كانوا كويسين أول المطشو كانوا كويس بعض الهفوات بس هي اللي حصلت هي اللي قدت لها النتيجة دي خصويا في التمركز اللي في العمق جل على الأطراف لكن هما طبعا زي ما هاني قال عبد الماني مقدم وراء كويس جدا متولي النهاردة لعب كويس جدا بس ما مكنش موفق النهاردة أعتقد يعني الهداف كلها أخطاء فردية يعني طب نكمل خط الدفاع محمد هاني وعلي معلول كان رأي فيهم ايه؟ آآ علي معلول كان بيندفع شوية هجومين وكان سايب فالفيردي لوحده كان دي مشكلة برضو كان بيطلع يقابل ناتشو من قدام وكان بيقابل فالفيردي بيسيب فالفيردي لوحده فكان عامل مساحة وراء كانش لازم يعني كان شوية بيطلع كتازم يقابلوا لنيفيرفيردي رعيب كويس صح آآ هاني عامل أداة عامل بروك كويس جدا هو حسين الشاحات هيجابة دي كانت الأفضل النهاردة في أدايا الأهلي هما الكرامل الخطورة ضربة الجزائق جابت من ناحية حسين هاني كان عامل أداة كويس أنا شايف في ناسيوس النهاردة الشوت الأولاني كان هاني كان قاضي عليه خالص كان عامل عليه أداة كويس كان قافل عليه كويس الشوت الثاني بدأ هو يتحرر شوية آآ فينيسيوس مع رودريجو آآ لكن في المجمل طبعا انت خسرت أربعة فنفعش تقولي ان الدفاع كان كويس طيب كابتن هاني اللعب النهاردة على الجبهة اليمنى للنادي الأهلي اليسرى ليه ريال مدريد ده كان زكامل مارسي الكولولين ويلعب على جبهة فيها فينيسيوس مالووش أدوار دفاعية كثيرة وكما فينجل هو أصلا من الزهير أيسر كان زكامل مارسي الكولولين النهاردة حقيقة طبعا دي الحاجة من الإيجابيات اللي موجودة في المباراة النهاردة لان احنا متعودين دايما نجابها اليسرى بتاعة النادي الأهلي فيها عالم معلول هي دي اللي بتبقى شغالة فالنهاردة بصراحة احنا اتفاجئنا بالمستوى محمد هاني وحسين الشحات قدوا مباراة كبيرة جدا اتنين بصراحة اسكان هجوميا او دفاعيا بس طبعا زي ما اتكلمنا قلنا هي الفكرة كلها في ترجمة الفرص اللي جات هي الفرص اللي جات الخط اللي قدام محمد شريف النهاردة يعني سيوتها كبير جدا في تلات كور اللي جوله أول واحدة دي كان سهل جدا ان هو ينزلها لعبدالقادر كان عبدالقادر كان سهل جدا كان هو في استحواز المرمى عبدالقادر برضو النهاردة من المتشاط القليلة ليه بشكل كبير جدا النهاردة ما عجبنيش أداءه بصراحة الشرط الأول تقريبا ما شفتوش خالص الشرط الأول كان مرسل كوره متعشن فحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشن هم اللي يمسيكوا الكوره هم اللي يحركوا اللعب وده ممكن يكون صعب صعب يا كريم انت بتلعب أحسن فيها في العالم انت حتة الاستحواز دي مفتوض ان انت هتفقدها بنسبة 95% انت بتلعب أحسن خط نصف في العالم في حتة الاستحواز دي صعبة فالنهاردة كان لازم يبدأ بتلات ارتجاز حمد فاتحي كان لازم موجوده مهم جدا 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 النهاردة ان هو يبقى موجود كلنا حتى الناس كلها على السوشال ميديا استغربت ان هو بيبدأ بقافشن نهاردة الماتش اللي فات بدأ صح بالتالي ان انت بسهرت بشكل كويس دفاعيا وهجوميا الشوت التاني تغييراتك كانت ايجابية بشكل كبير الناس اللي نزلت عملت اضافة كبيرة جدا لنادل اهل الماتش اللي فات النهاردة حتى التغييرات كلها فيها لخبطة سوء الكلام اللي كان جاي لنا من المغرب قبل المباراة ان حمدي فتح مرهق يعني فده ممكن يكون سبب وانا شاف ان حمدي نزل ما شاء الله يعني نزل حوالي ثلث ساعة أو نص ساعة سوكي عشان جزء اخير من المباراة مسلا حمدي حمدي من اللعيبة يعني من اللعيبة اللي زي احمل ساك كده راجل ان هو ممكن يستحمل حتى لو انت عندك اجهاد ممكن تدوس على نفسك انت بتلعب برامة دي دي الماتش ده بيجي مرة في كل 20 سنة فعني لو انت عندك قطع في الخلفية هتقول عايز العب فانا شاف ان حمدي من اللعيبة اللي كان ممكن يستحمل او ممكن ان هو يقدي بشكل كويس زي ما نزل النهاردة يعني النص ساعة اللي نزلها بصراحة فاجئني انا استغربت زي الراجل كان مع عدو الحتة الهجومية النهاردة هي المشكلة كانت في النادي الاهلي الحتة المهجومية بالاضافة طبعا لله احمد سادل تكلم فيه حتة التمركز بتاع عبد المنعم وبتاع محمود متولي النهاردة يعني محمود متولي بيبقى فيه يوم كده عارف اللي هو ايه بضلك يعني مش يومك مشكلة انه لعب ماتشه كويس لا محمود المحمود متولي بصراحة بالزبط كورتين يعني جمه اهداف يعني فيه واحدة فيهم جات جول والتانية تقريبا انك اتدار بالجزاء او حاجة فقدة طبيعي اتنين الاخيرة برضو بولة اللحظة يعني طبيعي ان انت ممكن يجي عليك يوم بس هو حظه بقى ان هو جي في اليوم ده فده يعني لا وجيه قدام الناس اللي ما بتغلطش اه بالزبط يعني لما جيولهم من كرة جول اه طبعا بيستغل فرصة يعني فرصة اربعة الفرص ايه حاجة بتعدي طيب ايه اللي كان المفروض يتعامل النهاردة كان يخلي كمان الشكل يعني انا برأي النهاردة الاهلي عمل مباراة رائعة جدا بغض النظر احنا مختلفين عنده بس ايه اللي كان ممكن يخلي الشكل اروع انت كنت تبدأ زي الماتش اللي فات تلعب بتاعتها في نصف الملعب بان انت ريال مادريد هتكلم ريال مادريد مين مين اللي بيستحوزوا على اي ماتش بيلعبوه من اي من نصف الملعب نصف الملعب بتاعهم مش هما مش طبيعيين هما تعزين هما من العالم تاني يعني مادريد ستمانية وتلاتين سنة ومشاء الله بيجري اكتر راحت في الملعب صح فانت لازم منتك وتتقابل الكلام ده ان انت تقفل نصف الملعب بتاعك ما تفتحش نصف الملعب لهم مميزين فيه انت زي ما هاني قال ايبعد عن الاستحفاظ خلص صح فانت عايز تحط تقفش راعش تستحوز مش هستحوز معهم هما مش بيدلك فرصة تستحوز لكن انت لازم كنت تحط حمدي انا شاف ان حمدي منيزل كان كويس جدا فانت كنت لازم تدى من الاول حمدي وديانج والسلية تستحوز الاول لحد ما تشوف المرش فيه ايه وبعدك ها تبقى تعمل تغيراتك لكن ما تدقش من الاول كده وتفتح الملعب او كده انت اللي كان النهاردة يعمل لك ارهاق جميد جدا نصف الملعب بتاعك صحيح طيب في حاجة مهمة جدا كابتان هاني لاحزناها في مباريات الاهل المضايا وبيحاول يعدلها كل شوية مرس الكرة وتحسنت كثيرا وهي اضاعة الفرص الكثيرة مش في مباريات ريال مدينة احنا نتكلم في مباريات كثيرة او خضع النادي الاهلي حتى في الدوري لايه بيحتاج عدد كبير من الفرص عشان يقدر يسجل هدف او هدفين النهاردة قدام ريال مدينة انت محتاج نصف فرص عشان تسجل انت مش هيجيلك فرص كثيرة عادة هل شايف ان المشكلة داية ما زالت قائمة في النادي الاهلي بشكل قوي ولا تحسنت هي مشكلة مش في النادي الاهلي بس في مصر كلها يعني في مصر عمتا الموضوع فعلا ان انت تلاقي فرود تقدر تعتمد عليه ويجيب لك اجوال من انصف الفرص زي ما انت بتقول يا كريم لا مش موجود مش موجود انا كنت في حالة من حلقات حد بيسألني بيقولي مين احسن لعيف في مصر دلوقتي ومين احسن فرود في مصر مش لاقي كلهم شبق بعض فدي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة كبيرة جدا الموجودة ان انت عندك في مصر ما فيش سترايكر تقدر تعتمد عليه وبالذات النادي الاهلي النادي الاهلي كان لازم 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 يجيب سترايكر على قد مستوى النادي الاهلي انت بتدخل بطولة كبيرة زي دي محتاج حد فرود تقيل ونادي الاهلي اكيد ساعة لكن ما حصلش طبعا نصيب ان هم يجيب حد لكن اعتقد ان الرجل هيحتاج الفترة اللي جاية دي سترايكر يقدر يجيب هداف يكون محطة مش مشكلة يعني كهرباء لعب فترات لما رجع من الاقاف ادهها بشكل كويس لكن بالزبط اه يعني عنده باور وبقاله فترة كبيرة ما بلعبش فلما نزل اده بشكل كويس لكن مع الوقت ومرور الوقت اعتقد ان كهرباء مش هيقدي لك في المركز ده زي السترايكر الصريح يعني كهرباء اصلا كلنا عارفين انهو جنيح لكن انت محتاج فعلا محتاج حد في المكان ده يكون كلاس اي طيب لحد ما الاهل يوصل لمرحلة الانتقرات الصيفية محتاج يعمل ايه شكل تيك تيكي يعوض فيه غياب فكرة المهاجم السوبر ده انت تلعب زي مراما دي بلعب نهارده يراما دريد نهارده ما عملوش ولا كروس ولا كروس يتعمل لانا فيش فرد محطة زي بنزيمة موجود فكل اللعبة بقى ايه انت بتلعب كله اختلاقات من العب من الجنب حد بيعدي لازم الاهل يبقى استر لعبه كده انت ما عندكش مهاجم بتاعك اللي هو ايامنا كان العجيزي وكان المتعب وكان فلافيو وكان مسامة حسني كان الناس دي كلهم مميزين بلعبه وهيدرز كويس وبيتحركه كويس فانت عندك الاربع مهاجمين عندك مميزين في كل حاجة صح فتقدر تناقى في طريقة لعبك سواء تلعب من الاطراف كروسات او تلعب من العمق رجع هدفنا كده في الجيل بتاعنا تلاقي جبنا جوان بكل الطرق فريام دي النارده عشان ما عندهوش فرود لو هو محطة زي بنزيمة كل ما عملش النارده ولا كروس ماتش كله اتفرج عليه ما عملش ولا كروس بس هما عندهم احمد برضو عندهم كوالة العيبة يقدر ان هو مدارب زكف ايه انا ما عنديش خلاص ده فانا بلعب على الاماشا اللي عندي ده هو ده ده احسن ما عنده بسرحة لو كان عمل عرضيان برضو كمبيناسي وسعيه ورودوريه بس هما مش مميزين يعني انا اظن ان انا مش مميز في دي ما فيش بنزيمة خلاص هو بنزيمة هو الواحد اللي مميز فيها ما عندكش حد فرو الكريستيانو مسلا اي فرقة بتلعب بتحضلوا انه تعمل كروسات الكريستيانو سواء في منشستر سواء في ليو فيونتوس فأي فرقة لعب فيها فانت ما عندكش الحد ده فانت لازم مستال كولر يعمل يغير التكتيج بتاعه اللعب كله على الاختراقات من العمق انت يراك في مرسي كوري حتى الان انا اتت معاك المرة فات قلت نفس الكلام برضو انا ما بقيمش المدرب غير في الغير بعد فترة يعني ما مقدرش اقايمه الوقتي على مالشا او اتنين زي كانين في 23 او 24 مبارا ما عليك ما بقيم مدرب بطولات وبقيم مبالا يعني ممكن سيزون لان داد لغلي بيلعب خمس ست بطولات في الموسم انت بالنسبة لك تقدر تقايم مدرب كويس جدا الناس كلها كانت بتقايم مسلماني ان هو فاشل انا المسلماني كان كويس جدا حتى لو انت مش مقتنع باداء بتاعه هو الراجل بيجيب بطولات بالتالي لو العكس حصل لهو بيلعب كويس جدا مكسبش بطولات هتقول ايه انت التارجب بتاعك ايه بتاع مجلس الادارة بتاع الجماهير اكسب بطولات اجيبها بقى بقى اي طريقة مستويحش مش مستويحش مو ما بكسب لكن مصر كسب بطولة تقييم الكل ايه انا بقول لك هو كسب بطولة بس انت من كم بطولة مممم لسه ما هو لسه بقى شغال علينا خمس بطولات يعني عشرين في المية انت برضو ماكملتش التارجب بتاعك جمهور الاهلي ومجل الزاد الاهلي يبقى عايزك تكسب كل البطولات اللي بتخش فيها بس سواء كابتناني مش هدل الامارات يعني تطوير اللاعبين فردائن يعني محمد عاني مش هو محمد عاني الشحاد مش هو حسين الشحاد. أم لا يا كريم فؤاد مش هو كريم فؤاد. عادة كبير من اللاعبين طوروا ومفردين حتى على المستوى الجماعي. أداء الأهل يتحسن كسين عن الموسم الماضي. دي كلها مش أمارات ان هو مدارب كويس؟ لا هو مدارب كويس طبعا. مدارب كويس. بس برضو زي ما احمد بيقول لازم النادي الأهل يا كريم. لما بيجي قيم مدارم بيكيموش في فترة قصيرة. بيدي لك مساحة بتاعتك. وبيدي لك كل الإمكانات بتاعتك. وكل الأدوات اللي انت محتاجها. وبعد كده بيقيامك في آخر السنة. ممكن سنة ممكن على حسب انت بتاخد كم بطولة في يعني يعني النادي الأهل اول بطولة لي. المدارب بيجي دلوقتي بقوله انا محتاج منك بطولة الفراكة. رحمد سيد عارف كلام ده. آآ بعد بطولة الفراكة ما جبت لاش الدوري. آآ ما جبتش دوري لأ بقى كده خلاص. يعني انت بيبقى فيه كده ايه تسلسل كده انت مطلوب منك واحد اتنين تلات اربعة قدرت اتجيبهم قدرت ما قدرتش خلاص. يعني انا برضو زي ما رحمد بتكلم مسيماني برضو بصراحة تزلم في النادي الأهلي كان لازم ان هو يكمل. لكن طبعا الضغط الاعلامي اللي كان موجود عليه. والحرب اللي كانت بتحصل له من من ناس معينة. ونجحوا في ده ان هما يمشوه. فنادي الأهلي خسر لكن مستر كورونا شايف انه هو عامل حالة هايلة بصراحة ببنى اللعيبة. هايلة. زي ما انت قلت فوق اللعيبة كلها اللعيبة كلها ما شاء الله فايقة. محمد هاني كاريم فؤاد بينوع في المراكز. ما عندوش اه حد اللي هو بيركس بيلعب مسلا في المركز ده خلاص لأ 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 بنشوف يعني خليد عفتاح. ابسط مثال. صح. جاي من سموحة. الرجل اول ماتش لي نياد الزمالك. لعبه سردباك. ماتش اللي بعده لعبه آآ باك رايت شوية اما لعبه باك ليفت. عارف يعني بعرف يقرأ اللعيب اللي قدامه. امكانياته قد ايه وامكانيات. اتقدر تاخد منه اللي انت عاوزه في انهي مركز. المدرب المحترم او المدرب الشاطر هو اللي يقدر. بالمناسبة خليد عفتاح انت تتربت خليد عفتاح. خليد عفتاح بيلعب باك رايت كويس. هل كان مفاجأ بالنسباتك ان هو بيلعب شنتر باك ولا. لا خالص. خليها في اسموها. انا 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 حتى شكرت فيه كتير جدا قبل كده وقلت ان هو لعب يعني جرينتا. اعرف زي احمد ساي كده احمد فاتحي من اللعبة اللي هي هتحتاجه هتلاقيه. في اي مركز ما شاء الله هو عندك هو بدانية عالية جدا. وكورته حلوة. يعني مش اللي هو مش لعب قوي خلاص. لا لا كورته حلوة وعائل وبيلعب هيدرز كويس. يعني انا شاف النادي الاهلي الصفقة دي بصراحة هيلة جدا وهيقدر ان هو يستخدمه في اماكن كتير الفترة اللي جاية. طيب. مباراة الاهلي فلمانجو. انت بتتكلم لطي لو انت بقى جهاز الفني. وعايز تجاهز اللعبة دي معنوان خسره قدام ريال مدريب بنتيجة اكبر من اللي كان متوقع يعني عشان على حسب الاداء. بدنيا انت مفوض اكتر فريق مرهق بحيس ان انت لعبت مباراة زيادة مباراة اوكلا. اتجاهز الفريق بدنيا ومعنوان ازاي قبل مواجهة? اه. ونفسيا ام حاجة. اه. يعني قبل كل ده نفسيا. طبعا. البدن ده بيبقى بيبقى فيه شق للجزر فانو شق للعب. اه انت بقى وفيه ممكن لعب يلعب كله من ماتش وتلاقي بيقدم نفس الاداء. وفيه لعب ممكن يلعب ماتش وبعدها بتلاتي يملك لا يريع ولا يعمل ماتش لبعض. لازم يشتغلوا معهم نفسي. لاني طبعا انت هيبقى فيه ناس يعني فيه اوراق النهاردة مختلفة. الناد لالي خسر اربعة. يقول لك ايد ده خسر اربعة من الناس نتيجة قيلة. وناس تانية بتقول لي لا ان الاداء كان كويس. فطبعا العبه السوشيال ميد دلوقتي بقت منتشرة فالعبه بتسمع الكلام ده. فلازم الجازر فان اشتغل مع نفسي. وريكافري مهم جدا طبعا. وانت شغلت يعني انت برضو مركز تالد بالنسبة لك مركز كويس جدا. انت اخد تالب مرات ولا بعض مركز تالد ده انجاز ما تحققش قبل كده بمقافري في العالم. صح. اه قدام فرقة برضو انا شايفين فرقة كويسة جدا. وممكن بما ماتش اصعب من ريال مدريد. ان انت ما بتلاعب فرقة زي ريال مدريد هي بتبقى فتحة الملعب فبقى عندك مسعاد. وبتلاعب فرقة زي بتاعت البرازيل دي هتلاقي الموضوع اصعب شوية. بس بحس الفرقة البرازيلية مبقاش تموحها تالت. اللي هو انا جاء رايح اخو البطولة. فلو هو حلعة بتاعته رابا فمش مشكلة. لك احنا تموحنا حلو. طبعا ما هو. بس برضو ماشه ممكن يحسبها فلوس برضو. ممكن فلوس التالت غير فلوس الرابع. ما تضمنش هو التفكير بتاعه ايه. صح. لكن برضو هو بالنسبة له يقولك انا اول مرة ااخد مركز تالت بالنسبة لي زي فرقة فلمانجو. فتبحك بالنسبة لي. فانا شايف ان دي المباراة تبقى اصعب من مباراة ريال مدديد اصلا. طيب ان شايف تشكيلة ايه اللي يلعب بيها لقالي قدام فلمانجو? المباراة بقى على ضوء الحالة البدنية والفنية لللعبين. شايف مين الافضل يبقى اجهز المباراة? هل تشايف انه فيها عناصر جديدة من اللي ما لعبتش مسلا زي خيار فتاح يخش المباراة اللي جاية? ولا شايف تثبت على تشكيل? الراجل هو اللي يقول. الراجل هو شايف حالة اللعيبة عنده ايه? لان طبعا انت بعد الماتش بتشوف اللعيبة حد مصاب حد اتعبان حد عنده مشاكل. فبالتالي بتقدر ان انت تتكايم اللعيبة في خلال فترة ما بين الماتشات. وبتشوف مين الانسب. لو انت عندك مسلا حد مسلا في مكان معين اكيد بيبليل بديل بتاعه. فانا شايف نادي اهلا عندوش مشكلة خالص في اي حد يلعب. يعني انا شايف خالد الفتاح يلعب. ياسر ابراهيم يلعب. الناس دي كل ياسر ابراهيم. شوف ناس انا اللي فاتت في ماتش الهلال حاجة ما شاء الله. الراجل جاي بجليل واول مرة يلعب كاس على المندية. لعيب الاهلي كده. لعيب الاهلي مفهوض ان هو بتحط تحت ضغط يا كريم. لازم يبقى ادها. صح. فانا ده 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 كوالة لعيب النادي الاهلي. لكن التشكيل للماتش الجاي زي ما قلت لك هو الراجل هيعتمد على الحالة الفنية والبدانية اللعيبة اللي موجودة. بس اعتقد انا اعتقد ان هو ممكن يغير شوية. ممكن يريح ناس. ممكن يشوف يدي فرص الناس اللي هي الجديدة اللي اول مرة تلعب تشارك. وفي نفس الوقت برضو انت مطلوب منك ان انت تعود خسارة ريال مدريد. وان انت تاخد مركز ثالث. ودي مش سهل. انت بتلاعب فرقة قوية جدا. انا فراجت على ماتش من بالها بتاع الهلال. سراعات غير طبعية. جوا بدنية مش طبعية. صح. عندهم لعيبة. او عشر لعيبة. بالزبط عندهم لعيبة. ماشيين ند بند. بالزبط عندهم لعيبة كمان كواليتي عالي جدا. فانت هيتقبوك. لو انت ما احترمتهمش كويس. هيتقبوك. انا عايز اقول برضو برضو حاجة كريمة النهاردة. انا شايف النادي الاهلي او اللعيبة. اللعيبة برضو استسهلة المطش شوية. مطش ايه? مطش الان مدريد. استسهلوه? اه. ده انا شايف كده. اه. انا شايف كده. الحالة اللي كانت معبولة السوشيال ميديا والكلام والناس كلها بتتكلم وبالزبط. والغيابات وبنزيمة والناس دي مش هتلعب. والكلام ده. حاس ان اللعيبة كتنزلة مستسهلة مطش. واتفاجئوا باللعيبة في الملعب. ده وارد على فكرة وبيحصل في المطشات كتير. واحمد سيادة عارف كلام ده. انت بتبقى راح تلعب فرقة مسلا معينة. والفرقة دي انت شايف انها ضعيفة وبتنزل بتتفاجئ. وبالزبط في كاس العالم الانديها. وبالزبط في الفرق اللي انت مش عارفة كويس. بس هل? لا. بس ده ليه مدريد. ما هو بالزبط. ما هو ده اللي انا بتكلم عن مطشات تانية. لو تفتكر احمد سيادة في الفين وثمانية بيلاعب باتشوكا. اه. باتشوكا نزلنا. خدنا اتنين صفر في الشوت الاول. خدنا اربعة شوت التانية. يعني الموضوع كان صعب. فانت دلوقتي انا شايف ان النهاردة اللعيبة. مش عايز اقول ما احترمتش. ما احترمتش ريالما دي. لا. بستسهله الموضش. السوشال ميديا والحالة اللي كانت معمولة. اه. على اللعيبة. بس اكبت الحد دي اتنو وتسعين. انا دي اتنين واحد. يعني. انا ولك الحاجة. انت النهاردة تشكيل الراجل نازل دي. يعني سيبك من اربعة واحد دي اللي جوم في اخر. لا اسبك انا بتكلمش عن نتيجة. اه. انا انا بقول. يقول لك ايه الحق. انت خايف ليه كده. ودي كورة. ولعب هكومي شوية. واطلع من مناطق. نجي نهاجم. يقول لك هجمت. ما انت ما تهما. التوئيد برضو ايوة. التوئيت وبتلعب مين. اه. انت النهاردة بتلعب ريالما دي. يعني كان نفسا بتلعب مسلا بتلعب مسلا. يعني انت بتلعب السنغال زي ما بسلا ما بتلعب اه. اسيوبيا مسلا. تبما هو الاهلي دفع كويس او قدام بايرون ميونيخ من سنتين. وخسر اتنين. ماشي بس. لا بس. لا بس. لا بس والله يعني. لا بس هتكرر من الفريتين بين البايرن وبين اه. بين ريالما دي لا بالنهاردة. لا البايرن دي اقوى طبعا. يعني فرقة فرقة متكاملة. فرقة دي بايرن دي فرقة متكاملة. انا بالنسبة لي اعظم فرقة في العالم كانت موجودة في الوقت ده. لكن هو زي ما كابتن هاني بيقول صح. ان انت فعلا انت ممكن ديكون السوشيال ميديا بتوصل بتوصل ريسيال سلبية. بزرقة. ان الناس اللي مش تلعب دي. هي دي اساس ريال مدريد. اه. بس انت كلاعب في النادي الاهلي ما انت عارف ان نوبايل لايبها جامدين جدا. مش محتاجة ابصة ع السوشيال ميديا. ما انا عارف ان الفليسيوس جامد وردوليو جامد. بس انت الوقت. اللي هي اختلف تكاريخ? مودريتش وكروس. لا انت الوقت يا ما اقول لك مثلا بنزيمة تصاب. اه. كوارتات صاب. اه. ودات صاب. واسنسيو مصاب. واحتمال قال لك اعتمال اه. مودريتش كان في حياة مشكلة. وده مش. ولعبين ماتش من ثلاث يام مغلوبين. فانت بالنسبة لك كل دي. انت كالعيب برضو بتحس ان ايه. لأ ده الماتش احنا في قدينا ممكن ان احنا ايه. اه نكسام. اه. او انت مش بتستسهله الدرجة انت تستسهله. لأ بتبع حاس ان الماتش. مزيمة الناس دي كن بتلعب. انا موك يا سعيد الماتش هو اتنين واحد. الاهل يروح بتلات اربع فرص اجوال. ممكن ممكن اكسب فعلا الاهل يا جماعة. ازا. توقيت الجول التاني. الجول التالت للرمى دي ده اللي خلاص الماتش. طبعا. ما قد دي. كنت برضو فتحت اوي. والفتحة تبقى منطقية. اقول لك على حاجة برضو كريم. توقيت الجول التاني. اللي هو مع بداية الشوت التاني. صح. ده برضو. يعني احنا احنا يعني انا كم مدرب بقالي مسلا سنتين في مجال التدريب. اصحب اوقات ليك. في المباراة اول ربع ساعة من الشوت الاول. واول ربع ساعة من الشوت التاني. صح. وفي حالة ان انت لو جبت جول. ولو دخل في الجول. صح. الاربع حالات دول. الاربع حالات دول لازم تركز فيهم بشكل جيد. بس هنا برضو اشهدة بالنادي الاهلي. معلش انا اصلا النهار ده ما هيالي ان انا عجبني الاداء. اشهدة بالنادي الاهلي انه بعد الهدفين برضو. وبعد الهدفين ده مفهود انت تنهار. مم. تتلقى قدام ريال مدريد وجولين وجول في اخر الشوت الاول وجول في بداية الشوت التاني خلاص خلصت المباراة. مم. رغم كده اتواقف على رجلك وسجلت هدف من ضرب الجزاء. وبعد الهدف بتاع ضرب الجزاء اتقعدت عشر ده كده مسك الكورة بشكل حلو جد. مم. فدي برضو سكة من اللي ايب ان ان. سكة بس دي الحاجة اللي ادائك. اه. ان ان انت في وسط ما انت مسكت كورة ودرت تتماسك تاني وتبدأ تهاجم. مم. يخش في جوان سهلة كده. مم. هي دي المشكلة. مم. ان انت الجون التاني زي ما هاني بيقول لفعن اول ربع ساعة من اول شوت. همدت. بتهمد. بتخلي المدرب من بره كل الحسابات اللي هو عملها بينه شوتين بتلبك حسابات تاني. يبدأ يفكر منه جديد. يخض بتاع عشر ده قبل ما يبدأ يركز بقى عمل ايه تاني. مم. فانت دخل في جون انا شاف ان هي كورة سهلة اوي اوي جون التاني. يعني كورة تمركز خاطئ. مش 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 جملة معمولة اه. تقول ان ده استحالة الدفاعي طلحها. دخل في جون سهل اوي كورة. ممكن تبدأ تركز وتتحافز فعلا. يبقى النتيجة مش اكويسة. ممكن تتعادل. بدل ما نبقى نتيجة اتنين واحد تبقى واحد واحد. هتفرق معك في المناطق اكتر. ممكن هو ينزل حمدي فتح ايه ده يقفل بقى يلعب مسلا على اكسراتي مضربات جزاء. لكن هو ما اعرفش النهاردة. اه طبعا. اه طبعا. بصراحة النهاردة عمل جيم هايل واستغربته اكتر لما راجل طلعه. يعني مش مفهومة. يعني حاجة غريبة جدا. طبعا. 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 راجل اللي عمل دربة جزاء وحاس ان هو فايق. يعني احنا لما كنا بنلعبة كريم لما تحس ان انت حاس ان انت فايق وحاس ان انت قريب من جول. وعمل دربة جزاء. طبعا. مفاش تخرج. في ظل ان احمد عبدالقادر يعني ما كانش في حالته. فالطبيعي الناس كلها احمد بتفرج على المطش بيقولوا ان احمد عبدالقادر اللي هو الاول قارب واحد يخرج. كنت نزلت طاهر مكانه. يعني الموضوع كان بسيط ان في ايدك. طبعا. بس انت يعني معلش هو يعني قدنا بنتعلم. وهي قرارات. بالضبط. انت كان موضوع بتبعها ببرا بتاخد قرار وبعد كده بتقول لا ما كانتش يعني. بالضبط. لكن بس في حاجة كريم برضو عايز اقولها. ان النادي الاهلي محتاج حاجة. اه. محتاج ان هو كل فترة لازم يعمل ماتشات مع فرق عالمية. الله عليك. دي نقطة في مدير. بجد يعني محتاج الموضوع ده بشكل كبير جدا. اه. الاحتكاك مع الفرق دي بيدي خبرة اللي عيبة بتاعتك. صح. كل فترة كده كل حوالي 3-4 شهور اعمل ماتش ودي. صح. المشكلة. صح. اه. هات ريال مدريد هات برشلونة هات باير يعني. الحاجاتي بتبقى مكلفة برضو. مش مش مشكلة مش مشكلة. اه بالزبط. احنا ايامنا لعبنا كل الفرق دي. اه. بس هوا هما نفسهم هما نفسهم دلوقتي. كان لسه بربردي بتكلم ان الكوار الحديثة هما بيلعبوا كل 3-3 ماتش. انت مش لاقف تلاقيهم اصلا يعني هتبقى صعبة. لا بالتنظيم. انت ما بيروحوا 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 بالزبط يعني. لازم. لازم انت بصة كريم انت اكتر فرقة في الفراكية بتلعب في كاس عامل من دية. اه. فلازم تهيق نفسك وتهيق اللعبة اللي معاك ان انت لما تيجي تخش بطولة زي دي. لأ انا عايز بقى ايه خلاص ااخد بطولة. اصلا. انت بقى لك اكتر من 8 مرات بتلعب كاس عامل من دية. ومركز تالت تالت تالت. عايزين نكسر بقى حيطة التالت دي. ومش هتيك الا بالاحتكاك الكوم مع الفرقة دي. حظنا وحش. يعني الورع برضو ديتنا ريال مدريد. اه. كان نفسك تبقى في النهاية. اه يعني طبعا مدنينا حاجة يعني عارف لامينجو بجو كان يعني اكيد هيبقى اهوة من ريال مدريد. على فكرة انا كنت متفاعل جدا. اه. يعني انا انا طلعت اه في اول ماتش اوكلاند. اه. اتكلمت وقلت انا متفاعل جدا وحاس ان الاهل السنة دي هتمشي معاه. اه. لكن طبعا زي ما انت بتقول لحظنا وحش ان احنا وقعنا في الريال مدريد. الريال مدريد يعني. اه. وهاني طبعا بتكلم صحة في موضوع الماتشاط دي. اه. وبدليل اكبر دليل في رئة المغرب. اه. في كاس العالم. في رئة المغرب عشان كل كل اللعيبة اللي فيها محترفة. ووغد على الاحتكاج ده. اه. وفي اللعيبة دي بنسبالها عادي. اه. انا بلعبه قدام مع طول. صح. فانت زي ما انا بقول اما انت بتلعب مع المستويات دي على طول. صح. فانت ما بتيجي تلعبهم سواء. فانا خلاص انا بالنسبالي لعبته قدام بنزيما. لعبته قدام مودريتش قدام الناس دي قدام بيفاندو فيسكي. ده هيفرق مع الهلال في الفاينال مع الريال. الهلال برضو عنده كزا محترف. لعبه في اوروبا واندية كبيرة. هل ده هيفرق مع الهلال يخلي الهلال شكله افضل كمان. وعندهم نقص برضو الهلال. عندهم ده نقصة كتير. بس هم يعني اه. اه. الدفعة اللي عملتها السعودية في كاس العالم برضو. مدية الهلال دفعة كويسة جدا. صح. يعني انا كسبت الارجنتين. فانا بالنسبالي خلاص يعني. فهتلاقي انت من جواك تقول ايه. طب مانا لعبته قدام الارجنتيني قدام ميسي. قدام ديبارية والناس دي. وكسبتهم. اه. انا ممكن اكسب الناس دي عادي ما الناس دي هي الناس دي. اه. فهي بالنسبالهم ممكن اقول لك اوه. فدي فكرة يعني فارقة جدا مع الكرة السعودية اللي حصل لانهم كسبوا الارجنتين. وطيفر بقى اوسل ايه بعد كده. صح. بس وما انا كسبت الارجنتيني بقى انا وصلت الليفل معاين ان انا اقدر اكسب الناس دي. صح. وانا عندي القدرات ان انا اقدر اكسب الناس دي. مزبوط. فهيفرم انا اعتقد المارش الجاي الهلال اه. هيعمل مباراة كويسة قدام بريال مدريد. توقع كده. لا انا شايف ان الريال بشخصيته في الملعب. اه. فانيا هيبقى صعب. هيبقى انا شايف بالنسبة لي ان هو هقولك يعني ممكن يكون احسن من الهلال. يعني ما احنا السنة اللي فاتت كسبناهم وعادي. الموضوع عادي. اه ما عندهم كوالية اللعبة كويسة جدا. لكن انت برضو النادي الاهلي. انت برضو شخصية وكيان ونادي كبير. ولكن الموضوع شخصية ريال مدريد يا كريم بتفرق. بتفرق الفرقة كبيرة شخصيتها في الملعب بتفرق. لا اقول احتكاكات. دو الزب. وفارق الكورة الاوروبية بينها الكورة الافريكية والاسوية مش متكلم عن الاهلي والهلال دلوقتي. انا متكلم على الكورة في اوروبا. متتكلم اعظى النادي في اوروبا على مر التاريخ يعني فالاكيد على الورق دايما ريال مديد لها افضلية حتى لما هيلاها بسا. بسا. هو اي حد بيغيب مبتفرقش. اه طبعا. يعني نور ده الغيابات دي. طبعا. توقع اي حد. صح. توقع اي فرقة. انت بالنسبة لك يا مدرب انت. انت معاك الجول والمهاجم. لا وهو المهاجم ده. اه. ستين في المية من خططتك. مهاجم او اللعب في العالم اه. ان هو 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 بنزيمة. في الماتش تحس ان هو مهاجم تسعة. وشوية مهاجم واهمي. صح. وشوية بيلعب وين. ياخد بكورة من الدفاع. يعني هو هو ما شاء الله مهاجم متكامل بنزيمة. صح. فانت مواحد زي داي يغيب في المبارات زي دي في كاس العالم. اه. ده نسبة لك مدرب يحتاس. اه. فان هو فعلا زي ما بقول عندهم شخصية. ونلعبوا النهاردة ويقدوا الاداء ده. عندهم شخصية وعندهم لعيبة برضو. عندهم كل حاجة. وبينيسيوس وبالبرديو. ده انا على فكرة اللعيب كويس جدا انا بحبه جدا. اه. يعني من من المهاجمين اللي انا بحبهم. عند الرئيطة جدا. لا ويتحرك كويس. صح. الاستلام بتاع بتاع الجون التاني لا مهاجم كويس. صح. يعني يتحرك في الحتة دي ويستلم ويدرب. الهدوء تماما وحطت الكرة لا 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 لا. اللعيبة كلها حلوة بصراحة. ماتش حلوة بصراحة. جون التالت هو اللي عملو الصراحة حلوة. هتعمل ايه? يعني عارف ان اول بفرج انا بقول لو انا لعب في الاهلي طب انا هعمل ايه يا جماعة. ماشي بس ما ينفعش حد ده ده. ما ينفعش تفرج عكرة. يعني ركز في الجون التالت. كله بيبص. كله بصص عكرة اللي بيحصل فيها ايه. كعب ضرب اربعة. ده بقى يرجعنا النقطة اللي لك كابتن هاني. تم احتاجات كتيرة زي دي. ما المواقف دي الاهلي ما بيتعرض لاش. لف افريقيا اولا في الاخل. يعني برضو يعني لازم برضو يشتغل شغلة عم الدفاع فردي مع الدفاع كويس اوي ازاي تتحرك ازاي توقف. ازاي في المواقف دي بتاعمل ايه? هتقد. انا عندهم باد لك النهاردة بصراحة غير طبيعي. يعني ميحمود متولي بقالوك فترة كبيرة بيقدي بشكل كويس اوي النهاردة يعني بدلك فماتش عمره فخصب عنه كابتن احمد شرفت نوارتك العادة مش شكرا جزيلا سعيد دي وقلي معاك النهار ده طبعا بقى مفسوط موجود معاك وسعيد موجود ده أخويا هاي معاك كابتن هاني شرفت ونوارت الدنيا حبيبا كيما انا سعيد ان انا موجود معاك وسعيد ان انت خليتنا شوف احمد حبيبا كابتن انا شرفت ونوارتك لسه بكمليين مع حضراتكم بعد فاصل محمد جمال نكمل مع حديث عن هذه الواجهة وموجودة الاهل وريال مدليد خليكم يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني ونوارني في هذه الفقرة دي فعزيز كالعادة محمد جمال محل رقم عشرة يقولينا بقى رأيه في مباراة اليوم واتصور ان جيمي عنده بعض الاراء الاجابية النهاردة زي حالاتي زيكي جيمي حبيبا كيما اخبرك ايه زي الفل الحمد لله ايه رأيك النهاردة زي علامة من نتيجة زي علامة من نتيجة لكن الاداء بالنسبة لي اعنا متفائل انت عارف بطبع متفائل يعني لكن ما كنتش منتظر ان الاداء هيكون بالكواليتي دي لمدة 91 دي كواليتي حلو طبعا طبعا كنت منتظر ان الاداء الاهل هيقدم مباراة جيدة وانه على صعيد الاداء هيبقى في بعض النقاط الايجابية لكن هذا كان في حاجات كتير جدا ايجابية لحد دي 91 ولما نيجي نستعرض ونقول الاهل عمل ايه خلال المباراة احنا هنفرج الناس على المباراة طبعا خاصة نجابهير الاهل يعني المفراج عمت بها متعصب ومتوتر واللعيب ضيع هنا واللعيب عمل هنا لكن لما توصل ان انت تروح بـ 11 محاولة على ريال مدريد سباكم ان هم 15 تصيبة وان انت قريب جدا من نفس المعدل بتاع ريال مدريد لأ انت عملت 11 محاولة صنعت 11 فرصة في منها فرص مؤكدة فيها فرص اقل شوية 11 مرة على مرمى ريال مدريد في فرق كبيرة جدا في اوروبا ما عملتش الاهل عمله النهاردة تاني الحد دي واحده تاني والكلام ده لما نيجي نستعرض الحالات اللي تفرج على الماتش واللي ما تفرجش على الماتش فرجوا على الماتش بزاوية تاني فرجوا على الماتش بالزاوية اللي الاهل كان بلعب بها النهاردة بمنتهى البساطة الاهل كان اسأل حاجة يعملها زي ما عمل في مباراة يقف الورا ببعت رسالة للمنافس ان انا مش هقدر اهددك فالمنافس بلعب مباراة انا كسبان 2-0 والامور انا فاكر مباراة بايون قلنا ان البايون معلقش انه كده كده عادي مش حاسس بتهديد صح وده النهاردة النهاردة انشيلوتي لحد الدقيقة واحد وتسعين لحد دقيقة تين وتسعين لحد ما دخل الجوني التالت الراجل في كل فرصة للنادي الاهلي واقف على الخط ومستني هدف التعادل وبنتكلم ان النهاردة وده من الحاجات الايجابية جدا في الاخر اقول لك في حاجة سلبية جدا بعيدة عن فقدان التركيز في اخر 6-7 دقايق لكن في النهاية لقى حاجات كتير جدا اتعملت ايجابية اسأل اي متابع اتفرج على المطش انت ايه رأيك النهاردة في محمد الشناوي الليك عمل اللي عليه وزيادة طب ايه رأيك في محمد هاني عمل اللي عليه وزيادة ايه رأيك في محمد عبد منعم غلطات قليلة جدا ايه رأيك في حمد فتح لما نزل ايه رأيك في قليو ديانج ايه رأيك في عمر السولية ايه رأيك نهاردة في حسين الشحات اللي كان عنده بعض الاخطاء في التمرير في الشوت الاول لكن كانت خطورة النادي الاهلي كلها دايما عن طريق حسين الشحات اه في بعض اللعبة ما كانتش على نفس جودة باقي اللاعبي وده اللي عمل شوية الهزة يعني لكن اجمالا انا راضي تماما تماما بل سعيد بما قدمه النادي الاهلي لكن كنتيجة النتيجة ظالمة جدا للنادي الاهلي مفرجش على المطش النتيجة ظالمة جدا للنادي الاهلي ولا تعبر بأي حلم الأحوال على مصاري المباراة ومجرياته والمناسبة نتيجة ظالمة عشان برضو الناس بتفرج علينا يقولك ايه يعني انت شايف ان الناس نهاردة ما كانتش يخسر لا كان ممكن يخسر عادي داري اخسر شربعة واحد بس ما يخسرش ربعة واحد يعني اتنين واحد حتى احنا بنفرج على المباراة ان هي شكلها خلصت خلاص يعني حتى بنقول ايه بعد ما ديها تسين عدت قلنا شكلها خلصت وهتخلص اتنين واحد ايه برضو شكلها حلم يعني عادي اتنين واحد بس اربعة واحد هي اللي عارف انت اللي زي ما انت قلت كده تخليك حزين لكن الاداء بصراحة كان اداء مشرف اول نهاردة مليون في المي وده دايما اللي كنا بتدور عليها كريم ما تخافش واللعبة ما كانتش خايفة النهاردة لما تجي تشوف الحسين الشحات تحديدة لانه تمرت صلى الرجل بقى له اكتر من مناسبة لعب ريال مدريد قبل كده مع لعين لعب امام بارني ميريخ مع العين لعب امام بارني ميريخ مع نادي الاهلي فبقى عنده شوية من التمرس الرجل مش خايف بيروح ويعدي مرة واثنين وثلاثة واربعة لما تجي تتكلم وبيلعب على كامافينجا على فكرة او الكروس اللي اتعمل اللي محمد يوجي اوشها الفرصة الصحبة جدا اللي هي لو تعادت وقل لك يا ضاعت لي لو تعادت مئة مرة مش هتضيها لو تعادت بالعرض لأي حد هتحطها اي حد تعالى بقى نخشي فنان في المباراة العرض رأيك ايه رأيي خلينا تعالى نفرج الناس على كيف كان اداء النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي مبهر مبهر مش جيد مبهر امام ريال مادريد باستثناء الترك الحاجة السلبية اللي هتكلم علىها في النهاية ونفرج الناس وقل لك ان الفريق اللابس احمر ده بتلعرضي الحالات الهجومية ليه النادي الاهلي وقل لك ان الفريق عدد الهجمات انت هتشوفها دي والتهديد ده من كل حتة في الملعب على مدار ال91 دي ده اللابس احمر ده النادي الاهلي واللابس موف ده ريال مادريد وقل لي لما حالاته جماعة وفرة وبهادي الكسافة الهجومية. وانت فريق بتلاعب الريا المدريد. انت مش بتلعب مسابقة محلية وبتلعب حتى مساوئة قرية. امام الفريق الاعظم في التاريخ. بص يا كريم. دي الهجمة الاولى لي محمد شريف. كامل عيبة على كامل عيبة يا كريم. اربعة على اربعة. واي هجمة بص الكسافة الهجومية. بص على على اكتر من حاجة. بص الهجمة دينها تلاقي حاجات من العمق وحاجات من ناحي الشمال. حاجات من ناحية اليمين. بص التمريرة. كمل الفريم اللي بعده. اللي بعده. بص. محمد شريف كان عنده اثنين اوبشن والاثنين عملهم وحش قوي. الاولانية انه يحطها انه يحطها بشكل افضل من كده. عنده قارات كتير انه يحطها لك النزابة كتقفرت عليه لانه هو سبه هتلعت منه البرة. التانية انه يرجع يحطها لعب قادر. حتى الرياكشن بتاع عب قادر بيقول له حطها لي انا فاضي. حطها لي انا فاضي. الهجمة دي كريم في الشوت الاول عشان ناس كان بتتكلم انه ما هو ريال مدريد تتقدم اثنون صفر وبعدين انت راجعة. لا. هنا الهجمة دي والماتشة صفر صفر. صح. يلا. اللي بعده. الفريم. اه دي الهجمة اللي بعدها ارجع 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 فريم ارجع فريم كمان. ارجع فريم كمان. دي الهجمة التانية للنادي الاهلي والنتيجة صفر يلا الكروس الكروس هتتحط بالعرض بمتولي هيكمل فيها محمد عبد المانا. مخلي بالك ده سيت بلاي مش كرة سابتة. مين اللي مكمل جوه ارجع ارجع تاني. مين اللي مكمل جوه تمنتاشر ريال مدريد واحد بيلعب الاساسة بدماغه والتاني بيخش يلعبها بدماغه. اه اخدها من تحت الفوق وتلعت فوق العرضة. لكن اللي اتنين اللي مكملين وعملين الكثافة الهجومية للنادي الاهلي. الاتنين سنتر بكات. بتكلم هنا احسين على التمنتاشر قدامه عمر السلية محمد شريف محمود متولي محمد عبد الملعم واحمر عبد الان. بكلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فين? في اوبن بلاي مش في كرة سابتة على ريال مدريد منهم الاتنين مدافعي. اللي الحالة اللي بعديها. كل ده والنتيجة صفر صفر. دي طبعا الكرة من الخطر. واقف هنا بقى كتير شناف كتير جدا عند دي. واحد من نجوم المباراة كريم واكلم عليه لوحده محمد هاني. عمل برا كبيرة اوي 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 اوي. لكن لما تيجي تبص على الكرة دي تحزن. انت عندك لعيب واقف جول 18 لوحده. بص ناتشو رجع له من اين? رجع له من الشارع. في عشرة يارضة بل اتنين. الباص علشان ما كانش فيه جودة من محمد هاني. كان عنده اتنين اوبشن. يحطها ببطن رجله الداخلي. ويحطها لبرا قدام محمد شريف. او انه يقف عليها ثانية كمان ويحطها الحسين الشحات على التمنتاشر. هو اخترت قرار الاصعب. حطها من ورا الروديجل. ففي التالي جت ورا محمد شريف. لانه بعدها هات الفريم اللي بعده. لان بعدها كان خد الخطوتين اللي قدام راح عند نقطة. فرجعت ورا محمد شريف. هي لو تحطت نوعها الروديجل من الاول هدف. لانت بتتكلم على شباك فريغة. كل ده يا كريم. والنتيجة صفر صفر. كمل. كمل. طيب. اللي بعده. هنا القرار. ارجع. ارجع. محمد هاني. كل ده والنتيجة صفر صفر. محمد هاني نجم من نجوم المباراة. بيعمل اساسة لمحمد شريف. انا شايف ان كان عنده قرار تاني ان يحطها لحسين الشحات كتزاوية اكثر اتاحة. اتحطت لمحمد شريف اللي كان مراقب هنا في اللقطة دي من روديجر. كمل. كمل. اتحطت لمحمد شريف. دخل محمد شريف وحسين الشحات جوات تمنتاشر. لما تلعب بالاعرض كان هنا القطع بتاع عبادل متاخر قوي. فبالتالي اتقطعت. كل ده والنتيجة صفر صفر. كمل. الحلال اللي بعدها. الحلال اللي بعدها. دي المرور بتاع واحد من نجوم المباراة النهاردة. حسين الشحاتة كريم. وبالعب على كامافينجا. بيعدي واحد على واحد. خلي بالك. بيعدي واحد على واحد من لعيب مركز ستة. لعيب وسط ملعب. من ضمن مميزاته مميز جدا في الصراعات السنائية على الارض. فبيقدر انه يعدي منه بالشكل ده مرة واثنين وتلاتة. وفي الاخير خد منه راكلة الجزاء. كمل الفريم اللي بعده. عد حسين الشحات. وحطها في الدقيقة. تهديد اخر. على مرمى ريال مدريد في الشوط الاول. كمل. كمل. حلال اللي بعدها. كل ده كريم. كل هذه لاجمات في شوط المباراة الاول. كمل اللي بعده. نروح ليه? هجمة. افشة. هنا. قبل ما تروح للفريم. كام لعيب يا كريم على كام لعيب. يعني في التلتة الاول بتاع لياه المدريد ده. اربع لاعبين من النادي الاهلي. احمد عبدالقادر. محمد مجدي افشة. محمد شريف. حسين الشحات على سنائي. اتنين في المواجهة. اتكررت للمرة التالتة. كمل اللي بعده. خطورة اللي كان بعملها النادي الاهلي النهاردة. حسين الشحات كمل الفريم اللي بعده. صغوبها بشكل جيد. لكن جاء جنب العرضة. اليمين للونين. هدف محقق لنادي الاهلي بيضيع. اللي بعده? ده كانت النتيجة بقت اتنين صفر. كمل. كمل. الكروس هنا من حسين الشحات. افضل صانع كرات في النادي الاهلي وافضل صانع حجمات خطرة للنادي الاهلي في كل المبارات اللي فاتت وفي المبارات اليوم. تاني برضو شريف وده لوم على شريف. يا شريف مفيش مهاجم بيعمل التكوف بالشكل ده ولا بياخدوا الكرة من تحت الفقية. لما جات لعب منعم عزرناه مدافع في النهاية. لكن لما المهاجم الجول الكرة دي. وقابليها في كانت فرصة الشوتر اول. وهتيجي واحدة تانية. صعب جدا للمهاجم النادي الاهلي يضيع كل هذه الكرات. اللي بعده. اللي بعده. يلا. هنا نفس نفس كامل عيبة على كامل عيبة. دي بيبقى لك هنا يا كريم السيستم. ازاي كولر كان دارس ريال مدريد? اوي اوي اوي. ومحضر كويس اوي. انه يعمل الكاونترز بالشكل ده. هنا بتكلم على. رايح اتنين لعيبة. لتنين مش تسلل يا كريم. لتنين مش تسلل. لتنين لعيبة مش تسلل في هجمة كاونتر النادي اهلي بيعملها للمرة الكتير. يبعدد المهاجمين في الاهلي. اكتر من المزافعين ولا تستغل. كمل. كمل الفريم اللي بعده. ولتنين لعيبة دخلها. ارجع. 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 الكرة دي يا كريم اتلعبت. كن السرعة اللي بعدها الفريم اللي بعده مش موجود. اتلعبت ودخل احمر عبادرة محمد شريف. هم اللي فقدوا الكرة. محج دخل عليه. فاخدوا الكرة الروديجر وضعت هجمة اتنين على واحد والاتنين مش تسلل. الهجمة اللي بعدية. الهجمة اللي بعدية. ده ارجع. ارجع تاني معلش. الفريم الاولاني. الفريم الاولاني. الفريم الاولاني. ارجع كمان. محمد هاني يا كريم. ده تعرف الاساس ده معمول من اين? معمول من البكرايت. من قبل نص ملعب ريال مدريد. محمد هاني بيعمل واحد اسست. بيودي محمد شريف انفراد. بيودي محمد شريف انفراد. اللي بيعمل فيها محمد شريف بقى. اللي راح انفراد لوحده. كمل الفريم اللي بعده. بص الاستلامة يا كريم. بص الاستلامة صعبة او الفريم. الفريم اللي بعده. الاستلامة يعني مش ممكن ان انا استلم ده واجيلي واجيلي كرة زي دي. واستلمها كل ده كمل الفريم اللي بعده. وكل مرة كتوال مسويا كرة كل ركب بتطول اكتر. يعني بعدة متر بعدين بعدة اتنين متر وطالع اللوني خد الكرة. انفراد محقق للنادي الاهلي بيضيع بنفس بسبب نفس الطريقة. الفريم اللي بعده. يلا الحالة اللي بعديها. هنا ركلت الجزاء طبعا. وهنا يا كريم عايز اقف عند الكرة ديكتيل والثقة اللي اتكلمت عليها في البداية في الانترو. قلت حسين الشحات يا كريم. حسين الشحات رجل تمرس بيمر بحالة فنية ممتازة خلال الفترة الاخيرة بمنتهى لدوء عد من رجل مرة واثنين وثلاثة بيروح فين? بيطلع برا الملعب وبيعدي منه زي الشوطة اللي شاط الاول. هنا عمل ايه? لا رح راجع لورا. عمل قرار مختلف عن القرارين اللي خدهم قبل كده وبيرجع. فجأة فاضطر الرجل وهو بيعمل وهو بيوقف نفسه رح شاير رجل حسين الشحات. اللي بعد? الحالة اللي بعدين. نروح ليه باقي الفرص الفرص اللي تم اهدارها بشكل عجيب جدا. نكمل الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده. بص اي. هنا تصرف نموذج اخر من حسين الشحات. وصل قبل الاندلاين بص رفع دماغه. حط الكرة الافشة كمل فريم اللي بعده اكتر فرصة زيعل علاج امهور النادي الاهل النهارضة. فرصة في المتناول. وهتلي بقى الفريم اللي بعده زول عكسية قولك يا الكرة ضعت ليه? هم. ايه دي? اه يرجع. اقولك يا كرة افشة ضعت ليها. اه. اافشة داخل بيحط وش رجله لفت على سوق لفت على آربات الجزمة. لفت على وش رجله فالكرة ماشي بقى الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده على طول. بص مفيش حد وبيحط الكرة هنا بوش رجله وتلف على وش رجله وهو جوه الستة يا كريم هو معدي نقطة البنالتي الكرة لفت على وش رجله انه هو بيحطها بشكل عجيب جدا الارتفاع ده الكرة ما تطلعش بشكل شبه عمودي بالشكل ده اللي ما يكون انا وخيدها من تحت الفوق مش محتاجة ببط الرجله في اي حتة الجن كله فاضي قدامه رح اطيطها بفوق بشكل عجيب جدا جدا هو اللي حاز انها جات لأفشة كمان انها قفشة ضدك وتصويباته جيدة فانت خلاص الادام جات لأفشة فخلاص هت في الشبه انا بالنسبالي القرار غريق بحطابوش رجلك ليه انت مش بعيد منش بره التمنتاشر انت راجل جوه التمنتاشر جوه بعد نقطة البنالتي سبعة تمانين يارضة من المرمى وحطها بالمنزر ده فتطلع بالشكل العمودي ده فرصة تزعل محمد مجدد هو لما هيروح وهيفرج على الكرة دي هيحزن هيحزن انه ضايع على الكرة دي بالشكل ده الكرة دي كفديها تمانية وستين ونصة يا كريم والنادي الاهل اتنين واحد كل الهجمات اللي انا عمل اقول لك دي والاهل ماتش اتنين واحد والاهل كممكن يرجع في المباراة بالكرة دي او اي الكرة من اللي قبلها بس انا عايز اقول حاجة قولي عشان فيه ناس كتير شايفة على سوشال ميديا مش هيلا افشل كس هي فرصة تزعل صحيح طبعا بس لو تشوف مثلا الجول التاني اللي جابه ريال مدريد روديجر حط الكرة واحش قوي وتصدى ليها الشناء وبعد كده اخدها في الفردي ودخل جاب جول بس يعني فيه لعيبة وكبيرة ممكن تضيع كرات سهلة جدا بطريقة زي كده متفق مليون في المية في توفيق يعني لا انا بقول انا هنا ما قلتش انه لعيب قليل ولا قلت انه هو انه هو اللي يشيل اللي لكن انا بقول الجمهور زعل ليه وهو افشا نفسه لما روح هيزعل صح هو لو لعيب الكرة بالنسباله صعبة مش هيزعل صح انما الكرة بالنسباله سهل جدا وفي المتناول عشان كده هو انا متأكد يقينا لما روح ويشوف الكرة دي هيزعل ليها قوي اللي بعده كان بها دف تاريخي لقفشا نفسه يعني كرة اللي بعدها احمد عبدالقادر واحدة من القرارات الجيدة اللي اتعاملت النهاردة نفس الكلام بصها كريم رقابة سيئة جدا من ريال مدريد بيرسي تاو فاتح الملعب تماما ناحية اليمين الكرة دي تعمل لولا ان بيرسي مقدرهاش لجزء من الثانية سابق كرة تنط الكرة دي كانت الصح بتاعها انها ما تنطش لان هي اتعاملت بمنتقى الحساسية من عبدالقادر عشان تعدي يكمل الفرينام اللي بعده ونزلت من فوق دماغ الراجل وما فيهاش قوة هو استناها هو لو دخل عمل كات انسايد او قطع داخل الملعب يا كريم يارضى بدري يارضى واحدة بدري كان هيقابل الكرة في مكان السقوط فكان هيقدر يوقفها هجمة اخرى للنادي اللي كمل كمل الحالة اللي بعدها طبعا ما الحقش الكرة كمل الحالة اللي بعديها ده اخر حاجة معا ده اخر حاجة معا طيب طيب كان فيه كمال حالتين كان فيه كمال حالتين انا هتكلم عليهم من غير الحالات مش مهم الحالات ما حطها تبتتش في السيكونس يعني فوق كل اللي انا قلت قولك وكل الهجمات اللي النادي لأهل اعمالها ده عشان بكرة بقولك اهداء هجومي مبهر الا في القرار الاخير كان فيه كرتين مجوش واحدة لطاهر محمد طاهر اللي اتلعبت كروس في الزاوية الدقيقة وحطها مسائلية لكن اللون انت صدى لها لانها كانت قريبة منه في الزاوية الدقيقة والكرة التانية اللي تبقى لك حاجة مهمة جدا دقة انها لاجمات ولما تغلط لازم تستفيد لما اللي قدامك يغلط النادي اهل لما غلط في غلطتين والماتش التين واحد وهو اللي راكب الجيم اتعاقب في لعبتين وارا بعد ديئة 93 وديئة 96 محمود كهرباء بعد الهدف التالت لريال مدريد جات له كورة في ديئة 93 ارجع خاطئ امفراد امفراد جوه الريب من الستة يارضا والراجل رايح لوحده قاس زاوية بحضوف يمين شوية دايقة لكن حطها ضعيفة جدا جدا مسيكها لونيد بي كانت هجمة اضافية لانا قلت لك ده كله كانت ممكن تراجع نادي لها عوضي احنا لست مكملين مع جيمي هذا التحليل الرائع جدا للمبارات اليوم بس لو ناخد روريد بارلو صحفي موقع فوتبول اسبانيا يقول لنا الصحافة الاسبانية تحدثت ازاي عن مبارات اليوم بين الاهل وريال مدريد يا فندم صباح الخير مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 كيف رأت الصحافة الاسبانية هذه الموادهة اليوم في الواقع بالنسبة لمدريد اعتقد ان انتباعات الصحافة جيدة معظمها تركزت حول اداء فينيشيوس وكذلك ان هدفه هو الهدف رقم 50 مع النادي وكذلك تتركت معظم الصحف لاداءه في المباراة وكذلك اختراقه للدفاع الاهلي لعلة الفوز كان خبر جيد ومفرح للريال مدريد في هذه الفترة وايضا ركزت صحف على الريباس وعدفه واداءه في المباراة بواجه عام شاهدنا اداء ريال مدريد يتعافى ويتخطى مشاكل الارهاق على مستوى الدفاع وكذلك الهجوم في الاغلب في الاغلب نرى نرى ريال مدريد المعتاد وكذلك ريال مدريد على مستوى الجيد مباراة ريال مدريد القادمة امام الهلال السعودي كيف ترىها اعتقد انها ستتشابه كثيرا مع مباراة الاهلي شاهدت مباراة الهلال وفلمينغو قام الهلال باداء جيد ولكن اعتقد ايضا ان ريال مدريد لديه مباراة صعبة مع منافس شاريس مثل الاهلي سيكون من التحدي السيطرة على الكرة وإيجاد صغرات دفاعية والتسجيل في الواقع الاخطاء الدفاعية للأهلي كانت فرصة جيدة لريال مدريد اللي يمسك بزمام المباراة ولكن على سبيل المسال في مباراة المدريد مع ميوركا كان مدريد مختلف تماما عن اداءه مع الاهلي في مباراة خسر مدريد المباراة ولكن توجع مواجهة أكثر قوة مع الهلال أعتقد أن سيكون على مدريد بس للكثير من الجهد وربما يحتاج إلى الكثير من الحظ أيضا لاختراق دفاع الهلال رياد باولو صحفي موقع فوتبول إسبانيا أنا بشكرك شكرا جزايا على هذه المداخلة تشرفنا بك طيب إحنا لسا مكملين مع حضراتكم حوار مع جيمي تحليلي عن هذه المواجهة الكبيرة بين الأهل وريال مدريد بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى لسا مستمرين مع جيمي وتحليل هذه المواجهة الكبيرة بين الأهل وريال مدريد طيب كلنا تحدثنا أنه الأهل النهاردة كان رائع جدا إجابيا الأهل عمل مباراة محترمة جدا مع ريال مدريد بس إيه الأهل استقبل أربع هدف واحد الهدف الأول والثاني أخطاء طبيعية جدا أخطاء فردية بتحصل في المباراة وأنت بتلعب قسم بحجم ريال مدريد مليون في المية وإحنا نعرض الحالات وإحنا بنتكلم كلا مش هنستوقف مش هنقف عليك كير يعني إلا هنقف عندي لقطة معينة في النهاية لكن الهدف الأول والثاني أخطاء فردية بتحصل عادي جدا حصلت من محمود متولي بالمشاركة مع ديانج فيه كرة الهدف الأول كرة الهدف الثاني كانت محبطة جدا لأن الشناوي تصدى لها بشكل ممتاز لكن المتابعة ما كانتش موجودة خطأ فردي في التغطية دي دي الكرة بتاعت متولي كمل لا لا دي دي حالة الشناوي عايز عايز الغلطة بتاعت متولي من أولها ففقدان التركيز في بعض الأوقات ده كان في نهاية المباراة وده اللي تسبب في النتيجة تبقى عكس سر المباراة وإنت مندفع حتى على فكرة وإنت مندفع من الدقيقة 60 وإنت خصانية ننصف ممكنتش بتستقبل بشكل ده لأنك حالة التركيز لسه موجودة الأهل بدأ بعد الدقيقة 90 خلاص الناس دايما بتتكلم على الجهازية البدنية كريمة لا في حاجة اسمها جاهزية زهنية أنا جاهز تماما لحد ديها 90 بتاريت خلاص فرقة مش قادرة إن القرارات اللي بتديها المخ للعضوات مش قادر ينفزها لما جيب لك الكرة الأخيرة ماشي ماشي الحالات ماشي الحالات لا دي 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 بتاعت محمد الشناوي هنتكلم عليها لما جي نتكلم على الشناوي لكن دي كانت منهم ضمن الكرات الخطرة اللي تعملت على نادي الألف شطي أول لأن دي أخطاء فردية طبيعية جداً يا كريم أخطاء طبيعية فردية بتحصل من أي فرقة أو بتلعب ريال مدريد طبيعي جداً ده ماشي 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 الحالات هنا برضو دي كانت كرة تانية متولد تاخد على السابط فرق قوة التي الراجل كامر الكرات اللي يقدر فينيسيوس إن هو يخش جوال 18 وبالمناسبة لما جي أتكلم على محمد هاني هقول لك هو ليه فينيسيوس لجأ لأنه يهرب يهرب ليه 18 بعد ما اشتغل الشرط الأول ضد محمد هاني وما كانتش قادر أنه يختارك إلا في الكرة الوحيدة اللي عادة دي لأنه دخل في العمق وكان محمد هاني بيعمل الزيادة الهجومية والتخطيئة ما كانتش بشكل جيد وجات في العرضة على يمين محمد شناوي إيه اللي بعده؟ الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها دي غلطة الهدف بقى كريم غلطة الكرة راجعة من ديانج بشكل طبيعي جداً لكن الكرة كانت لتمريرة سيئة لأنها جاية عالية وبعيدة عن محبوظ متولي فينيسس جونيور حط فيها وفكر الناس بهدف في مباراة 4-3 البرازيل ومصر نفس الكرة اللي تحطت من فوق واق الجمعة لأن الكرة كانت بعيدة عنه شوية اتغمزت من فوقيه نفس الزقة اللي زقها فينيسس جونيور ودخل كمل كمل ماشي الحالة ودخل كمل طبعاً لما الكرة تيجي لفينيسس جونيور والمرمة كله مفتوحه قدامه من زاوية مفتوحة طبيعي جداً إنها جول يعني كرة اللي بعديها الحالة اللي بعديها دي بقى الغلطة جات من هنا كريم ارجعت هنا معلش ارجعت هنا دي بقى كارت الغلطة الأكبر يا كريم إنه الباص هنا الوقفة في الملعب كان اللي عيبها بعاد عن بعض في الحالة الدفاعية شوية هاي دي اللي تعيب على المنظومة مش الغلطات الفردية وقلت دقة التمريرة من ديانج صعبة الكرة على متولي رحلة متأخر شوية فبالتالي كان الهدف زي ما قلت مسئولية مشتركة ما بين ديانجو ومتولي لكن خطأ فردي بيحصل عادي جداً قدام رأي المدريد صعبة هاتلي بقى الحالة اللي بعديها لان دي هقف عنها واقول ليه الناس لما اجي اتكلم على محمد عبد المنعم يا كريم هقول علي إنه واحد من أفضل المدافعين في أفريقيا مش بس أفضل مدافع في مصر صعبة لما محمد عبد المنعم يبقى واقف كده بيتفرج يعرف ان محمد عبد المنعم بنزينو الذهني خلص روح فريم كمان 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 خلاص جون مفتوح جون سألي بسوا حمار عبد المواقف بيتفرج لانه خلاص هو بقى دخل معلول مكمل بحمدي فاتح واقف برعا التمنتاشر محمود متولي اللعيبة تلمت على الكرة وده مش المعتاد في خطة فعال نادي الاهلي كل لعيب ملتزم بالزون فده يقول لك هنا دي مش لعيب عدم اللعيب ولا في مشكلة المباركة تخلصت والتركيز أصبح شبهم ونعدم اللعبس تنفيذ كل شيء في الديها التسعين ديها الأولى ولا توفيق ضيعت فاستقبل يلا خلاص خلاص دي نفس دي كرة بتاعتار الكورتين اللي كنت بقولك عليهم ماشيها يعني ماشي ماشي بفريمات دي كرة بتاعتار واحدة من الكرات اللي ضاعت يا كريم واحدة من الكرات اللي ضاعت اللي كانت محبطة جدا لان برضو كان ده الهدف التاني كان بعد كرة أفشا كان ممكن للأهل يسجل بها هدف التعادل روح للحلال اللي بعدها تمام دي أخر حاجة معنا آخر حاجة بقى كريم نادي الأهل داخل على مباراة فلامينجو صح الأهل ستونفس بدنيا تماما لأنه لعب أكتر من كل الفرق بتاعت المربع الزهب الزيادة ماتش وكان النهاردة بلعب ريال مادريد زيادة علي ماتش اللعب السياطل ولعب أوكلنت هو لعب زيادة مباراة بالإضافة لأن فلامينجو مريح يوم قبل النادي الأهلي فدي قبل المباراة صعب جدا لكن في بشرة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي وتأثر بشكل كبير جدا جدا على فلامينجو أنه المباراة طبعا فيتر بيرا المدير الفني كان مستقى جدا من الحكم وغضب فلما راح للحكم راح تلاعيب فلامينجو على الحكم وراحوا وزقوا ودفعوا الحكم أكتر من لاعب دفع الحكم فالحكم أشهر البطاعة الحمراء لثلاث لاعبين من فلامينجو بعد نهاية المباراة ده جرد اللاعب اللي اتطرد؟ ده جرد جرد أن لعب اللي اتطرد المدافر يعني أربع لعيبة عند أربع لعيبة منقوصة من الأمراء اللي جاية أربع لعبين حتى في سكورشيت اعرض أخوص مجهوف بالحكم ال�فلامينجو بسبب محاولتهم لإعتداء على حكم المباراة بالإضافة للعب الرابع اللي اتطرت في المباراة ديرسن فأربع غيابات مهمة جدا عن فلمينجو أمام النادي الأهلي الفتنس والبدني عند النادي الهيبة متأثر فارق زمني 66 ساعة بين المباراتين قليل جدا لكن النادي الأهلي أداء نساء الله أنه هو ياخد الميدالي البرونزية الرابعة النادي الأهلي قادر على أنه يثبت للجميع أن أداءه أمام سياطر وأمام ريال مدريد رغم الخسارة كان أداء متواصل رغم الضغط البدني اللي حصل على اللاعبين أعتقد أن مرسل كولر قادر بإذن الله في المبارات في المينجو محتاج تشوف عناصر جيدة خالص ما لعبتش في البطولة لا طبعا محتاج أن العناصر تخذت النهاردة وقت كامل صعب جدا بعد أداء ذهني وبدني بالشكل ده أمام ريال مدريد واللعابة خلاصت كل اللي عندها لا محتاج أشوف عناصر من اللي بتشترك لكن ما لعبتش المباراة كاملة النهاردة خاصة على صعيد الخط الأمامي ولو في لعيب عنده أي مشاكل وقياسات بدنية لأن تتلعب فيلمينجو الناس بس تتخدعت في النتيجة أنه خاصة من الهلال فيلمينجو عنده أربع لعبين في منتخب البرازيل يا كريم فيلمينجو عنده ساق بربوزا ولا بيدرو عنده بيدرو اللي جابه جليل فيه الهلال اللعبة دي كانت موجودة في قائمة البرازيل في كاسة العالم الماضية تكلم على لعيب محلي بيلعب في فرقة محلية وبيروح قائمة البرازيل اللي مدججة بالنجوم لا فرقة قوية جدا فرقة فيلمينجو لولا أنهم اضطرت بينهم لعيب واحتسبت عليهم ركلتين جزاء أمام الهلال ما كانش سير الأداء يبقى كده وفي نهاية خسروا 3-2 لكن فرقة فيلمينجو فرقة قوية جدا وعن ندي الأهل الحضر لكن بشرى مهمة جدا يعني تعادل الكفة شوية يعني صحيح جيمي شرفت نهارتك العادة أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى يعني الأهل النهاردة عمل أداء مشرف جدا نتمنى كل الفرقة المصريية والمتخبات المصريية تأدي أداء مشرف زاداء النتيجة لا تعبر إطلاقا عن سير المباراة لكن في النهاية هارد لك للنادي الأهل نستنى منه برونزية برونزية كأس العالم الأندية للمرة الرابعة في تاريخه إن شاء الله أمام فيلمينجو البرازيلي أما أنا أشوفكم يا رب على الأداء بخير